بسم الله الرحمن الرحيم. اه اه صباح الخير. اه انا زي ما عرفتني دكتورة ايمان. انا اه سمر الفقي. المستشار الاقليمي. اه لتعزيز الصحة. وصحة كبار السن بالمكتب الاقليمي لبنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. اه هو انا طبعا كوني معاكم النهاردة. اه زي ما اضافت الدكتورة ايمان. ده استكمال لمجهودات احنا ابتدناها يمكن من الفين وتمامتاشر بالزبط كده. اه وبعدين جت اه جائحة كورونا فا اه موقفناش الحقيقة بس يمكن الامور بطئة شوية. بس جات مصلحة. لان كان على المستوى اه يمكن المستوى الاقليمي كان عندنا بعض المؤشرات والكريتيريا الخاصة بالمدارس المعززة للصحة. لكن اسناء جائحة كورونا اشتغلنا كدبلوتشو على المستوى العالمي مع اليونسكو. وعملنا المعدلات العالمية لكل الاقليم وكل المناطق وكل الدول على مستوى العالم للمدارس المعززة للصحة. واحنا بدلنا في الاقليم بناخدها وبنبتدي نكيفها بما يتناسب مع ظروف الاقليم. يعني مرات مسلا بتبقى في حاجات قابلة للتطبيق في اقليم مش قابلة للتطبيق عندنا. في حاجات احنا اولويات عندنا مش موجودة في اقليم تاني. وبرضو بناخد على مستوى الاقليم. ونبتدي نعمل لها زي او اقلمة على مستوى الدول المختلفة. فالحقيقة دي زي ما قلت جات مصلحة. وطبعا السوبريم كاونسل او المجلس الاعلى للأسرة صبق دايما ويمكن عشان كده دكتورة ايمان قالت البدن الصحية لان كان اول تعاون بيننا وبينهم في تطبيق البدن الصحية. وكانت امارة الشرقى اول مدينة الصحية في الاقليم مش بس في دولة الامارات. والحقيقة انطلق بعديها مدن كتير من دول اخرى. بس دايما احنا ما بنحب بنعمل زي تبادل الخبرات بنجيب الممثلي المدن الصحية وبنشوف التطبيق على ارض الواقع هنا في امارة الشرقى. وبرضو الاجفريندلي سيتي زي او يعني المدن المراعية للسن. برضو كنا لسه في شهر يونيو. هنا برضو في امارة الشرقى استضفنا كل الممثلين من الدول الاقليم وشافوا تجربة الشرق ان هي برضو كانت اول من اشترك في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن آآ من الاقليم. وان شاء الله برضو بازن الله تجربة المدارس المعززة للصحة برضو تبقى تجربة رائدة على مستوى الاقليم ومستوى العالم. فبكرر طبعا شكري للمجلس الاعلى. آآ آآ للسمو الشيخة آآ جواهر. ولدكتورة ايمانه والفريق بتاعها. وان شاء الله هنبتدي النهاردة نتعرف ايه اهمية المدارس المعززة للصحة. لانه هنشوف مع بعض ازاي كان آآ آآ المدارس المعززة للصحة كتب منظور ضيق على انها الصحة المدرسية. وعلى فكرة الصحة المدرسية احنا هنشوف تمن محاور للمدارس المعززة للصحة. الصحة المدرسية وخدمات الصحة المدرسية محور من التبانية. يعني هنشوف ان هي اشمل واكبر من مجرد اعطاء تطعيمات او الكشف الدوري على الاسنان او النظر او او. لكن هو طبعا ده كوبونة مهم جدا. لكن هو مش كل حاجة هنشوف مع بعض. هنشوف مع بعض برضو الادلة اللي المنظمة واليونسكو عملوها بحيث تساعد آآ اللي اللي بيبقى بيعوز يطبق. آآ وبتبقى برضو في آآ دليل منهم آآ زي كيس او تجارب من دول الاخرى. فازاي نشوف از ازاي تغلبوا عليها. دي برضو هنعرضها مع بعض. وبعدين ان شاء الله بعد البريك هنشوف مع بعض هنمشي على آآ والمؤشرات. وهنشوف ازاي احنا عملنا لها اقلمة بما يتناسب مع دولة الامارات. يعني في حاجات ضفناها للحاجات موجودة في حاجات شلناها. بس بما يتناسب مع اولويات آآ آآ الامارات وامارة الشرقى. طبعا احنا اشتغلنا كتير على الكلام ده مع دكتورة آآ آآ ايمان. وهنشوف ازاي بنعمل تقييم الوضع. ازاي هنعمل او التقييم او المتابعة. والرصد كل الحاجات دي هنشوفها ان شاء الله ربنا يسهل يعني ونلق ونلحق آآ النهاردة لانه بكرة اجازة فما حبناش احنا المفهود الورشة كانت على يومين بس ما حبناش ننزلكوا في الاجازة فهنحاول النهاردة آآ نعملها وبإذن الله برضو دي مش هتبقى اخر ورشة بعد كده هيبقى فيه لقاءات سواء فيرشوال او سواء ان شاء الله آآ آآ اتشرف بوجودي معاكو تاني وبالتوفيق ان شاء الله وهنبتدي مع بعض دلوقتي. عليش اسمحولي اقعد لاني لازم اقلب من هنا. سوتي ها يوصل من غير مائك ولا؟ اه اوكي شكرا اه اه زي ما انتو شايفين هنا اه احنا سوري احنا ولينسكو حطينا زي اه اللوجو يحمل هدف وهو ميكنج افري سكول اهلت برموتيني سكول يعني كل مدرسة المفروض او لازم تبقى مدرسة معززة للصحة سواء كانت في دولة فقيرة او غنية سواء كانت في الريف او في الحضر لان هنشوف مع بعض ان الامر مش بيتطلب تكلفة ازيد آآ ممكن طبعا التكلفة تسري لكن ممكن يعني نبتدي بحاجات بسيطة جدا وهدلكم امثلة واحدة ماشيين الموضوع ازاي طبعا ليه فكرنا يمكن من خمسة وعشرين سنة ابتدت منظمة الصحة العالمية تشتغل على المدارس المعززة للصحة بس زي ما قلتلكم كانت على مستوى الدول مجرد تجارب متناثرة او تجارب خاصة يعني بسكوب بسكوب دي يعني تغذية آآ نشاط بدني مش بالاسلوب اللي احنا عاوزينه دلوقتي اللي بيضمن الاستمرارية بس ليه احنا بتدينا نفكر فيها وليه بنوليها اهتمام يمكن دلوقتي اكتر من الاول لان احنا عارفين ان الطلبة كل ما دا يمكن احنا واحنا صغيرين كنا بنقضي في المدرسة وقت مش زي دلوقتي ولا كانت المناهج بصعوبة دلوقتي فبالتالي دا بيتطلب ان الطلبة يبقوا كتير في المدارس موجودين بصورة كبيرة يمكن بيقضوا في المدرسة اكتر ما بيقضوا في البيت ويمكن عملوا احصائية لقوا ان هما تقريبا اللي هما بين سن 8 ل 10 سنوات عملوا احصائية فيها بيقضوا 8000 ساعة في الكلاس طبعا دا وقت جبير جدا طيب طالما هما موجودين عندنا في المدرسة الوقت دا كله فيبقى من المهم ان احنا مش بس يبقى للطلقين او للتعليم لا دا احنا بنبني شخصيته عشان كده سموها التربية والتعليم ما سموهاش وزارة التعليم فقط ان احنا بنبني شخصية بنبني مهارات بنحافظ على صحتهم بنعز السلوكيات معينة فبالتالي فترة الوجود في المدرسة دي لفترة كبيرة فرصة ذهبية ان احنا نعمل البرامج اللي احنا عاوزينها سواء على مستوى الصحة ومستوى التعليم لان برضو التعليم ساعات بنقول لهم اعملوا بحوث اعملوا حاجة عشان يقرؤ اكتر فبالتالي احنا هممكن ننوع في الاساليب وبعدين بما انهم كمان بيقضوا وقت جبير في المدرسة فلازم تبقى بيقية المدرسة امنة اه لازم تبقى بيقية المدرسة مشجعة اه مش بس عشان ياخدوا اه 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 يعني مواد تعليمية لكن زي ما قلنا سلوكية وصحية وفي نفس الوقت ان احنا نتواصل مع اسرهم لان دلوقتي الطفل او الطالب لما يبقى موجود في المدرسة وياخد رسالة معينة هو ممكن بدورها بينشره بدوره بينشرها على مستوى الاسرة فبالتالي بيبقوا هبما بيساعدونا في نشر المعلومات ممكن والاولياء والامور نعمل انشطة تستهدفهم فدي فرصة زهبية وما ننساش برضو المعلمين والعاملين في المدرسة اه انا عارفة ان برضو المجلس الاعلى لشؤون الاسرة مهتمة بيقية العمل الصحية طيب ما المدرسة دي للمدرسين لقيت التدريس والعاملين ما هي بيقية عمل فكل ما خلناها بيقية عمل داعمة وبيقية عمل صحية برضو المدرس هيدي اكتر وهيبقى عنده قدرة على العطاء اكتر فاحنا كده بنضرب عصورين بحجر الطلبة نفسهم هيبقى دي بيقى ان احنا نعزل صحتهم ونعزل عملية التعليمية وبالنسبة للعاملين نفس الشيء وطبعا زي ما احنا بنقول كل ما كانت الصحة كويسة الاستيعاب بيزيد لان لقوا في انجلترا عملوا بعض الابحاث لقوا ان المدارس اللي بتطبق مدارس معززة للصحة نتاجها التعليمية احسن يعني مش بس الصحة تحسنت لا ابتدى دا يعني عكس ايجابيا على التعلم ابتدوا الاطفال يحبوا يروحوا المدرسة لان بيلقوا انشطة بيلقوا ترفيه بيلقوا ان اولياء الامور بيبقوا مشتركين معاهم في بعض الحاجات بيحسوا ان شخصيتهم نمت فبالتالي بيبقى عندهم رغبة في التعلم اكتر من اللي بيروح المدرسة كل يوم الصبح بالعافية او مش حابب يروح برضو احنا هنشوف بعض المؤشرات هنجي نتكلم هنلاقي ان احنا عندنا مؤشرات خاصة مثلا ازاي المدرس يقدر يشوف الطالب دا بتدى استيعابه اللي فابتدى يتكلم معاه بدل ما يعاقبه ابتدى يشوف ايه ممكن فيه حاجة في البيت مضايقات زهرة التنمر ممكن لما يبقوا يمنعوها كل الحاجات دي هتقلل او هتحسن الصحة النفسية والاجتماعية فزي ما احنا قلنا هتنعكس ايجابيا على حب الاطفال للمدرسة وبالتالي العملية التعليمية هتتحسن برضو يمكن مبارح كنت بتكلم مع دكتورة ايمان والفريق بتاعها في بعض المبادرات اللي بتتعامل خارج التعليم يعني مثلا التغذية السليمة بتستهدف الامهات مش بس ان احنا نبقى في المدرسة مركزين على الطالب لا دا احنا ممكن نستهدف اولياء الامور بانشطة معينة فبالتالي المدرسة هتبقى منصة ان احنا نعمل فيها انشطة اجتماعية تستهدف المجتمع وده دور المدرسة ومش بس ان احنا نبقى مركزين على اللي بموجودين داخل المدرسة ممكن يبقى فيه دور اجتماعي لأولياء الامور والأسر لان كل اللي موجودين في المدرسة جزء من المجتمع سواء عاملين او سواء طلغة زي ما قلت احنا ابتدينا من سنة 95 على المدارس المعززة للصحة بس كان زي ما احنا قلنا كانت مركزة على سكوب معين يعني ممكن كان فيه مثلا اتذكر في بعض المناطق الريفية في مصر كان فيه مكافحة الديدان لان احنا عارفين الديدان من اهم اسباب الانيميا في الاطفال حتى بنعود ندلهم في حديد ونأكلهم كويس ونلاقي الطفل بيخس لان لو الطفل بيلعب في التراب او حاجة ومغسلش اديه كل ده هيخليه جيله فكان بيبقى فيه مثلا مشروع بكافحة الاسهال مشروع بكافحة الديدان التغذية السليمة النشاط البدني كل بنلاقيها حاجات يعني سبرادك كده منتشرة وممكن تبقى حملة وبتروح لكن لما بيبقى فيه المدارس المعززة للصحة اولا بيتب تقييم الوضع ونشوف ايه اهم المشاكل وعلى فكرة يمكن في امارة الشرق نفسها لو طبقنا مع مدارس المعززة للصحة في المناطق المختلفة هنلاقي كل منطقة يمكن لها اولوية غير التانية على حسب تحليل الوضع يعني مش لازم يعني حاجة وصفة معانة هتناسب الكل فكل مدرسة بدورها بتبقى عارفة الاحتياجات يمكن فيه مدارس مثلا عندهم الاطفال نسبة السمنة علي هتركز على السمنة مدارس تانية بالعكس سوق التغذية والانيميا هتركز فده اهمية ان احنا نبتدى نخطط على اساس علمي عشان كده لازم تقييم الوضع هنشوف دلوقتي مع بعض من اهم الخطوات اللي لازم تتعامل قبل من طبق طبعا احنا قلنا او تعريف المدرسة المعززة للصحة اللي هي بيبقى فيه قيادة على مستوى مش بس الوطني او على مستوى امارة الشرق على مستوى المدرسة بمعنى ايه ان يبقى القائم على المدرسة مقتنع بالفكرة ودعمها وزي ليدر ليها وبالتالي بتعمل لجان مختلفة جوه المدرسة يعني زي ما قلت اولوية المدرسة مثلا مكافحة السمنة مكافحة التدخين لو مدرسة مثلا سنوي مكافحة العنف كل الحاجات زي على حسب المدرسة فيها ايه اولويات فبالتالي لازم يبقى فيه ليدر شبع على مستوى المدرسة آآ لازم يبقى فيه يعني فيه بعض الموارد الموارد دي ما بتبقاش ضخمة يعني مثلا عاوزين يعملوا آآ آآ مجلة مدرسية بجلة حاقط آآ آآ مسبقة كورة آآ الحاجات دي يعني هي مجرد يعني بجت قليلة مش كبيرة وعلى فكرة انا شفت نزلت مثلا في مصر في الفيوم في مدرسة في ريف الفيوم يعني تخيلوا نهاية مش حتى مش في فيوم المدينة في ريف الفيوم طبعا الريسورسز محدودة جدا لقيتهم عاملين شراكات مثلا مع المجلس المحلي وموضبين الملعب بتاع المدرسة آآ اللوحات اللي هي الارشادية عن غسيل الايدي لان كنا نزلين بعد كوفيد على طول الطلبة رسمينها بنفسهم يعني على قد الحافك مد رجليك يعني على قد البجت نبتدقوا فعلا لقينهم عاملين حاجات جميلة جدا انا بصراحة كنت نازلة مش متوقعة هشوف يعني حاجات واولة لان قلت دي في الريف الفيوم والمصادر مش كبيرة لكن لقيت بصراحة حاجات ومجهود عاملينه المدرسين مع الطلبة مسابقات اراية حتى الولاد كانت بينها بخط الايد الابحاس يعني مش كل حد فيهم عنده كمبيوتر او ايباد بس لقيت اني يعني اللي عايز يعمل حاجة بيعملها مش هنقدر نتحدد ونقول مفيش وقت او مفيش موارد لكن طبعا لو في توفير موارد يبقى احسن لو المنهج الدراسي كمان بيدعم وانا عارفة ان المناهج الدراسية دلوقتي بقت غير الاول بيقى فيها مواضيع كتير خاصة بالصحة الصحة الانجابية الصحة النفسية النظافة الشخصية الحاجات ده انا فاكرة وانا صغيرة كان الكراريس كنا بنشتريها لازم مكتوب على ظهرها رسائل صحية اخسل ايدك قبل الاكل انتوا صغطانين يمكن احنا العواجيز نفتكر الكلام ده اخسل ايدك قبل الاكل وبعده رسيل الاسنان كان فيه دايما بنسميها الارشادات فده طبعا لما يكون المنهج الدراسي داعم ده بيبقى احسن وعلى قد ما بنقدر ولازم مهم جدا اعضاء التدريس يدربوا لان احنا بنقول المدارس المعززة للصحة مش هتتنفذ الا على محيط المدرسة فبالتالي المدرسين اللي هيبقوا مسؤولين ومهم جدا لما يعملوا اللجان يبقى الطلبة ممثلين فيها يعني ما يبقى فيه اللجنة الرياضية نشوف طالب عنده البوتينشيلز او المؤهلات يبقى موجود فيلم لجنة لجنة صحية لجنة نفسية لجنة اجتماعية كل الحاجات دي يبقى المدرسين مدربين عليها وعلى المؤشرات دي عشان ما يجي التقييم بتاعهم يبقوا فاهمين هم هيقيموا على اي اساس والطلبة ممثلين فيها ودايما احنا بيبقى عندنا على الصحة بمفهومها الاشمل عشان كده بقول فيه فرق بين المدارس المعززة للصحة والصحة المدرسية الصحة المدرسية خدمية اكتر ما هي يعني وطبعا وهي مهمة معنا وهنشوف دلوقتي لكن احنا عاوزين الصحة بمنظورها زي معرفتها منظمة الصحة العالمية ان الصحة مش بس الخلو من الامراض الصحة هي حالة من الصحة النفسية الاجتماعية والبدنية لان الانسان ده جسد وروح فاحنا ما بنقدرش نقول ان انا انا مثلا دلوقتي ما عنديش مرض عضوي بس عندي اكتئاب هلا قدر اقول ان انا سليمة لا لان ده هينعكس على المناعة هيخلينا القطق عشان كده رايما نكون لنا بنعي على الامتحانات لان المناعة بتقل فبالتالي احنا عاوزين نهتم في المدارس المعززة للصحة بالصحة النفسية البدنية طبعا وده اختصاص الصحة المدرسية والاجتماعية الاجتماعية بمعنى ايه الاسرة الطفل لو عنف او اتعامل بطريقة مش حلوة على مستوى البيت هتلاقوه جاي المدرسة حاجة من للتين يا مكتئب وملوش نفس يعمل اي حاجة يا اما العنف ده هيدرب زميل عشان كده دايما الطفل العنيف بيبقى اكيد معرر للعنف لان هو الطفل ده اصله بيجي لنا من الدنيا زي الورقة البيضة زي ما بنكتب عليها هنقرأ فالطفل ده لو بيتم التعامل معه بعنف هيتعامل بعنف لو بيتم التعامل معه بالتفاهم وكده هيتم لو متدلع هنلاقيه جاي بطلع عيننا في المدرسة برضو عايز يتدلع في المدرسة وإلا يبقى المدرسة وحشة والنس بتعملني وحش لانا مش بتعاملوا بنفس الدلع اللي بيشوفوا في البيض علشان كده هنشوف ما بنيجي نشوف المؤشرات مهم جدا ان احنا نتعامل كمان مع أولياء الأمور لان احنا لو لاحزنا اي حاجة عالطفل اكيد لها سورس في البيض وفي نفس الوقت لو احنا زرعنا في الطفل حاجة كويسة لازم برضو يتم التعامل مع أولياء الأمور علشان بعد ما يروح ما يقولوش إيه اللي انت بتعمله ده مين اللي قالك تعمل كده يا شيخ سيبك سيبك يبقى فيه كمان بيئة مشجعة على مستوى البنزل وخاصة التغذية يعني ما تيجوا تتكلموا في التغذية يروح يلاقي بقى كيكة ولا طرطة ولا حاجة بقى كل اللي تعمل في المدرسة بوز على مستوى المنزل زي ما احنا قلنا الفيجن او الرؤية بتاعتنا ان كل مدرسة تبقى مدرسة معززة للصحة فين مكانها مواردها كده لازم نطبقها على قد ما بنقدر المهم يبقى المفهوم واضح واحنا كده بلو اتشقو بندي كل السفورت للبلدان علشان يخططوا او يطبقوا المدارس المعززة للصحة ونساعدهم كمان على التقييم لان هنتكلم بعد كده على آلية التقييم هنلاقي ان احنا بنقول مدارس معززة للصحة تبقوا بعدين فين المردود في لازم يبقى فيه تقييم ومتابعة ونتأكد ان الكلام ده على ارض الواقع ويمكن كنا بنتكلم مبارح على ان المدرسة ممكن تكرم معنا هويا فيه مدرسة مثلا على المستوى زهبي بلاتينم فضي وبعد كده في التقييم ممكن يالو يكتب على المدرسة من بره انها المدرسة معززة للصحة ده طبعا بيبقى جاذب للأسر ان هي تودي اطفالها في المدارس دي زي ما قلت احنا عاملين مجموعة معرفية يمكن دلوقتي بالانجلش كلها على الويب سايت انا هسيب لكم البرزنتيشن دي وفيها اللينك لكل حاجة منها وهسيبها على فكرة بالانجلش وبالعربي لان احنا طبعا لسننا الام العربي فممكن نبقى حابين نقرأها بالعربي بس مش كلها الترجمة اللي الترجم بس اللي هو الدليل اللي فيه المؤشرات لكن دلوقتي احنا شغالين على الترجمة العربي لكل الباكتج دي بتتكون من اربع بابليكيش اول حاجة من على ناحية الشمال اللي هو المحتوى اللي فيه المعايير والمؤشرات واللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بعد ما ضفنا لها معايير خاصة بالامارات لكن هنلاقي هنا المعايير الاساسية اللي ممكن يتاخد منها ونظيف وممكن ان احنا نشيل منها لو حاجة غير قابلة للتطبيق الدليل التاني اللي هو بالازرق ده جايد بيساعد على التنفيذ خطوات التنفيذ هتبقى ازاي وهنتكلم عليها دلوقتي في البرزنتيشن بس ده يعني بشرح تفصيلي اكتر التاني اللي هو بالاحمر فيه كيس ستاديز يعني او حالات من مدارس حول العالم هنشوف ازاي الصعوبات اللي قابلتهم اتعاملوا معاها ازاي بحيث نكتسب خبرة وان شاء الله احنا دي هنجددها كل فترة باذن الله ده بانضيف كيس ستادي من الشرق ان شاء الله الاخير ده خاص بالصحة المدرسية فقط لان احنا قلنا الصحة المدرسية هي جزء خدمي فايه هي الخدمات اللي المفروض تقدم على مستوى المدارس كصحة مدرسية سواء خدمات زي التطعيم او خدمات سكرينينج او تشخيص المبكر الوزن النظر السمع لان ساعات بيبقى فيه مشاكل تعليمية والسبب ان الطفل مش شايف كويس وقعد وراء مثلا ومكسوف يقول او خايف صحابه يعيبه عليه فيه ممكن يكون السمع فيه مشكلة وكمان دلوقت انا شايفة انه بيبقى فيه في بعض المدارس ويمكن شغلي مع الشرقة في المدرس الصحية دخلت مدارس كتير فكان فيه ادماج لبعض الطلبة اللي هم زوي الاحتياجات الخاصة او اصحاب الهمم ففيه بيبقى عندهم مشكلة حركية بنشوف بتتطور ولا لا انا شفت في مدرسة بيبقى فيه لو الحالة تسمح اللي هم عندهم توحد فالحاجات دي كلها ممكن بيبقى متابعتها من الخدمات او الصحة المدرسية ده الدليل اللي انا كنت بقول عليه اللي هو في المعايير هو بيتكون من اربع اجزاء لما هتيجوا تشوفوه الجزء الاول هيبقى فيه اهمية المدارس المعززة للصحة يمكن اللي احنا ايلينه دلوقتي للصحة والرفاة الويل بينج احنا بنسمهوش الرفاهية الرفاة دي الترجمة العربي بتاعتها الرفاهية دي موضوع تاني الرفاة اللي هو زي ما قلنا الصحة النفسية والاجتماعية والبدنية وهنا احب يعني اشير لحاجة احنا عندنا على مستوى العالم في الهيد كوارتر بتاعنا في جينيف المركز الرئيسي للمنظمة بيبقى فيه اجتماع للجمعية العمومية اللي فيها وزراء الصحة من العالم كله فيه من مش اللي كان في مايو اللي فات اللي قابله دولة الامارات اخدت المبادرة ان قدموا ريزليوشن طلب للصحة والرفاة لان هم الدولة الوحيدة اللي فيها وزير للسعادة السعادة مش معنا ان احنا يعني نمشي نضحك لا السعادة ان احنا يبقى عندنا حالة من الرضا حالة من الصفاء النفسي وده مش هيجي غير لما يبقى صحيطنا النفسية والاجتماعية والبدنية كويسة ما اقدرش اقول انا سعيد وانا عندي مشاكل في الاسرة ما اقدرش اقول انا سعيد وانا المنطقة اللي انا عايش فيها فيها دوشة ودوضاء ما بقدرش اوصل شغلي وانا مستريح كل الحاجات زي فلما دولة الامارات قدمت الريزليوشن دون ابتدوا الدول الاخرى يدعموه وكنا بنقشوا بصفة منتظمة على مستوى العالمي لحال ما اندورسد او تم تبنيه من كل الدول في مايو الفين اتنين وعشرين وطلبوا من منظمة الصحة العالمية ان احنا نعمل فريمورك او اطار عالمي ان احنا نهتم بالصحة والرفاة والحمد لله عملناه وتم الاعتراف به في مايو الفين تلاتة وعشرين فاحب يعني اقول لكم ان دولة الامارات على مستوى العالم كانت رائدة في الصحة والرفاة او فبالتالي طبعا ده مش بعيد عليها لان هي كتب من اول دول اقليمي طبقة المدن الصحية في امارة الشرقى ودلوقت المدارس المعززة للصحة وان شاء الله بعد كده هنتوسع للجامعات المعززة للصحة فبالتالي ده بيدعم فكرة الصحة بالتعريف اللي بنقول عليه يعني في دول بتتهتم جدا بالخدمات الصحية مستشفيات ومراكز وكله لكن ده مش كفاية لازم تعزيز الصحة لازم تبتدي بالمنع بالتطوير بتوسيع الادراج لو احنا عملنا الكلام ده هنقلل التكاليف اللي بتتصرف على المستشفيات والقاليات والادوية واللي بكل ما ده عملها بتغلى فبالتالي مهم جدا ان يبقى فيه اهتمام بالصحة والرفاة الجزء التالي بيبقى في الكتاب ده بنراجع التمن محاور اللي احنا هنشوفهم مع بعض للمدارس المعززة للصحة الجزء التالت هيخش يمكن في كل محور والايه المؤشرات بتاعته وبعدين بعد كده الجزء الرابع بيشوف ايه هي معايير التقييم والرصد والمتابعة طبعا احنا زي ما قلنا المدارس المعززة للصحة بتهتم بالصحة والرفاة حسب التعريف المنظمة التعليم لان المدارس المعززة للصحة هي مدرسة الاول والاخير فبالتالي العملية التعليمية بتنظم بصورة يعني ممكن نعمل مسابقات نربط المنهج بالمؤشرات الخاصة بمدارس المعززة للصحة حملات تنفذ على مستوى المدارس وبالتالي ممكن نخلي الاطفال يعملوا مشاريع دراسية عليها فبنعزز التعليم وفي نفس الوقت لازم المدرسة يبقالها دور على مستوى المجتمع لان المدرسة دي محيط بيها بيوت واسر ومنازل والطلبة والمدرسين فيها جزء من أسر فبالتالي لازم يبقى فيه اشراك لأولياء الأمور لانه هم الممثلين للمجتمع في المنطقة دي وطبعا هنا لو عملنا كده لازم بنحتاج الدعم من الحكومة والحمد لله زي ما قالت الدكتورة ايمان فيه دعم على اعلى المستويات من اول سمو الحاكم والشيخة جواهر فبالتالي دون هيدعم ويمكن قبل كده ما دخلت المدارس لقيت فيه قرار من سمو الحاكم على الوجبة المدرسية على ان يبقى فيه ممرضة موجودة على مستوى المدرسة او زائرة صحية كل الحاجات دي بتبقى آآ بتدعم وليها مرضود ايجابي كمان لان آآ رضاء الناس على العملية التعليمية والصحة الكويسة ده بيخلي الحكومة كمان حاسة ان هي قامت بدورها على الوجه الاكمل. دي التمانية تمان محاور اللي انا قلت عليهم اللي هنشوف بعد البريك ان شاء الله واحد واحد فيهم وايه المؤشرات. اول احور على المستوى الوطني ان تبقى فيه دعم على المستوى الوطني للمدارس المعززة للصحة والحمد لله ده موجود على مستوى دولة الامارات وان شاء الله هنبتدي بالتطبيق في امارة الشرقى وهنتوسع بعد كده للامارات الاخرى. آآ المحور التاني بننزل من المستوى الوطني لمستوى المدرسة. ان يبقى فيه قرارات وداعمة على مستوى المدرسة. يعني القائم على المدرسة موافق وداعم لو الا مش هنعرف نعمل اللي جان المدرسين مش هيعرفوا ويشتغلوا لو المدير المدرسة او النظر مش موافق. آآ برضو القيادة على مستوى المدرسة والقيادة ممكن تبقى من مستوى القيادة الاداري او يبقى فيه فوكا آآ بوينت من من المدرسين او العاملين هو المفروض المسؤول عن تشكيل اللي جان دي. آآ نمر اربعة الشراكة المجتمعية زي ما قلنا ويمكن عندكم مجالس الاباء ده نوع من الشراكة المجتمعية بس نفعله ونشرقهم آآ اكتر. آآ نمر خمسة المنهج الدراسي آآ واحنا بنقول امكان آآ الدور مش يعني احنا مش هنقدر نغير المنهج الدراسي بس على الاقل اما يبقى فيه حاجة في المنهج ندرسها بطريقة شيقة للولاد ونربطها نخليهم يخشوا المكتبة يقروا اكتر فيها فبالتالي بنشبك آآ آآ مع بعض. ولو حاجة الاطفال محتاجينها ومش موجودة في المنهج ممكن نعملها زي مسابقة او بحس بحيث ان آآ ده يخدم على ده. الحاجة ال الستة زي ما قلت الانسان دوت جسد وروح فبالتالي ال البيئة الاجتماعية والنفسية على مستوى المدرسة مهم جدا وفي نفس الوقت ان احنا نقدر نشوف لو في آآ آآ مشاكل على مستوى المنزل نتصرف معها بصورة سرية او بنبتدي نتكلم مع اولياء الامور بحيث ان الطفل يجي في المدرسة يحس ان البيئة داعمة اجتماعيا ونفسيا مش بس صحيا او بدنيا. آآ تالت رقم تلاتة دوا البيئة المدرسية نفسها. وهنا بنتكلم على المباني على التهوية على الاضاءة على الفناء على السلالم يعني اللي هي آآ الخاصة بيئة السلامة آآ ان يبقى دا سيف مسلا الحاجات اللي هي حدى مسلا احنا عارفيني الاطفال في سنة اولة في سنة تانية بيجروا وارا بعض وممكن يتخبطوا في حاجة فبالتالي لازم تبقى البيئة المدرسية نفسها آمنة. المياه الشرب احنا بنبقى فيه آآ انت يمكن بتستعمله الزوجات يبقى التخزين بتاعها كويس ما تبقاش في مكان سخن. اننا عارفين ان الحرارة بتخلي البلاستيك يتفاعل مع الميا. لو فيه خزانات بيتم تنظفها بصفة دورية. فده بيبقى يعني بيهتم ببيئة المدرسة اكتر من الحاجات اللي هي بحيس ان احنا نخليها آآ آمنة وفي نفس الوقت ما يحصلش رصابات. الملاعب مسلا ما يبقاش فيه الارض آآ النجيلة منحولة فبالتالي لو الولاد وقعوا يتعوروا. فطبعا كل الحاجات دي يعني انا يمكن افتكر آآ كل ما افتكر اقول الحتة دي افتكر وانا صغيرة كان في آآ زرعين ورد. فعلشان محدش يروح يقطف الورد ده حطين حواليه اسلاك شائك. عارفين السلوك اللي منها حتة دي. طبعا ازاي انا مش عارفة العبقاري اللي توصل زهنه. انا كان عندي ما يزرعوش الورد احسن يعني. طبعا احنا وإحنا بنجري في الفصحة. آآ بنجري ورا بعض فانا بجري. مش مركزة بقى ببص وورايا بشوف حد ولا. دخلت في الاسلاء التلشائكة دي. يعني دخلة باندفاع وهي طالع منها بزبيز كده. انا فاكرة يومها نده ومامتي علشان تيجي ماما شافتني جالها صدمة بيطولهم دي مش بنتي. مش بنتي لا لا مش هي. من كتر ما لقيتني متشرحها وهدومي كده. جالها حالة دينايل انكر ان انا بنتهل. وطبعا روحت وخياطات وحاجات يعني ايه بهدلت. هدي من حاجة بسيطة اللي حطها. يعني عاوزين ما ما نفترضش افتراضات ان احنا ما نعمل كده العيال مش هيقربوا. ماشي مش هيقربوا ممازاجهم. لكن دول بيجروا اطفال. بلاش كده حد ماشي تشنكل في الارض هيقع عليها. فلازم تبقى بيقي. فانا كل ما يجي المحور ده اقول فين المدرسة بتاعت دي كانوا يشوفوا. كنا قطفنا الورد. يعني مش مشكلة. فدي مهمة جدا. والحمد لله انا ما جاتش في عيني مثلا يعني ما جاش حاجة شوهتني او كده. وقيشوا على كده كتير بقى. ومن ضمن كمان السلامة المعامل. ما ننساش ان في مدارس فيها معامل. في مدارس مثلا اللي هي المهنية فيها ورش. فكل الحاجات دي لازم نهتم ان هي تبقى فيها اجراءات سلامة. وممكن لازم كمان الوقاية على قدر الله من الحرائق. الدفاع المدني يمكن كان فيه اجتماع الاخير اللي كنا فيه هنا كان فيه ممثلين من الدفاع المدني. ازاي بيعملوا تدريب للمدرسة على الاخلاء. اه اه بيعملوا دريلز او اه محاكاة. اه دي دي كل الحاجات دي لابد انها تتعمل على مستوى المدرسة. عشان اما ما قدر الله يحصل حاجة ما يطلعوش يجره ويدوسوا على بعض ويبقى فيه اصابات يمكن الحاجة نفسها ما تأثرش والاصابات الجاري ده هو اللي يأثر. اه واخر حاجة المحور التامن زي ما قلنا اللي هو الصحة المدرسية خدمات الصحة المدرسية. وهنشوفها برضو بالتفصيل مع بعض. وغالبا بتبقى المدرسة مربوطة باقرب تركز صحي. وبيبقى فيه تحولات او بيزوروا في المدرسة. وطبعا فيه بيبقى زائرة صحية على مستوى المدرسة. بيبقى كل طالب ليه فولدر او كده بحيث حتى فيه طلبة اه بيبقى عندهم سكر وراسي عندهم اي امرات تانية فبالتالي لازم المدرسة تبقى على وعي بيها علشان التعامل معاها. فعشان كده لو جينا الشكل ده انا يعني بيعجبني جدا لان احنا التمانية اللي احنا اتكلمنا عليهم حطنها بشكل بيعبر عن الاهمية. يعني مثلا لو جينا الاحمر اللي هو الاطار الخريجي خالص بيزي ما يكون حاضن او متبني كل التمن محاور اللي هو الدعم الحكومي. وانه يبقى فيه قرارات اه اه دعمة او يبقى فيه جرين لايت من الحكومة ان يتم التطبيق. لو ده ما حصلش هنلاقي كل الحاجات دي خلاص مش عارفين نعمها. هنلاقي بعد كده الازرق على مستوى المدرسة. برضو حضنهم بس على لفل اقل. احنا بننزل من من top down. اه الليدرشيب اللي هو التعاون مع المجتمع. وعلى فكرة مش بس التعاون مع المجتمع ان احنا نختم المجتمع. ساعات بنستفيد من المجتمع. بمعنى ايه? في محيط المدرسة مثلا في اه جمعية تعاونية. ممكن لو عملنا مسابقة نتفق معاهم ان يدلنا جوائز عينية من منها. اه شركة قريبة يدوا برضو بحث لاحصن طالب. يعني نعمل شراكة بحيث ان احنا اه نستفيد من الحاجات اللي عندهم وبالتالي نشجع اه العملية التعليمية والمدارس المعززة للصحة. بيجي بقى في الكور او في البحيط اللي هو المنهج البيئة الاجتماعية والنفسية. الخدمات الصحة المدرسية والبيئة الفيزيكا للمدرسة نفسها. ده بقى اللي هو دليل التنفيذ. اه برضو بنشوف ايه الاجزاء بتاعته. السايكل بتاعة التقطيط والمتابعة. اه 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 ال 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 وي بيحتوي في الاخر على حاجة باحنا بنقول عليها. او اللي هي اه اه مواد للقراءة عشان لو عايزين نقرأ اكتر اه في الموضوع. اه برضو النمرة ثلاثة دي مهمة جدا. لو عايزين نبني شراكات مع مع بعض الجهات المعنية بالامر ازاي اه اه نحددهم ازاي نشوف مين هيبقى داعم اللي هي الاستيك فولدر اناليسيز بيدينا برضو بعض الخطوات بتساعدنا في تحديد الشركاء وبناء الشركاء معنا. ساعات من ضمن الشركاء مثلا الاكاديميا الجامعة. يعني احنا بلسه بنقول تحليل الوضع. تحليل الوضع دا ممكن الجامعة تساعدنا فيه. بنقدر نشوف قبل ما ابتدينا كان الوضع عمل ازاي وحددنا الاولويات. بعد كده بنقدر نعمل تاني الريفيو وتحليل الوضع ونشوف مدى قياس الاصر. والجامعات بتفيدنا قوي لان المرات بيدوها مشروع تخرج للطلبة. فبالتالي يبقى احنا برضو آآ ضربنا عصورين بحجر. هم ابتدوا استفادوا من انه هم ادوا مشاريع واحنا في نفس الوقت هنستفيد من نتائج المشاريع دي في التخطيط وفي التقليل. آآ دي يمكن الجدول دا في آآ آآ يعني آآ ما بنعمل تحليل الوضع بنشوف مدى جاهزية المدرسة بس طبعا عشان الوقت ممكن تقروه بعد كده. لكن انا بنشوف هنا السايكل بتاعت التخطيط بنلاقي اول حاجة زي ما احنا قلنا آآ تعريف بالستاندرد والمؤشرات وبعدين بنعمل تحليل للوضع زي ما قلنا بنحدد الاولويات وايه هي الفجوات وبنعمل الخطة البلانوف اكشن وبعدين نبتدي ننفذ الخطة ونعمل بقى متابعة ورصد وتقييم. فهي زيها زي اي خط التخطيط عموما اي استراتيجي بلانينج او تخطيط استراتيجي بيتبع نفس الخطوات. زي برضو بعد الاتجاهات الاستراتيجية ان احنا آآ لازم يبقى فيه تعاون بين القطاعات لان احنا لو جينا نتكلم على المدرسة او المدارس المعززة بالصحة بادئ زي بدء كده لازم يبقى فيه تعاون بالصحة بعد تعليم. لكن ممكن لو عاوزين مناطق خضرة في المدرسة هندخل الزراعة. لو عاوزين نشوف بيئة المدرسة هندخل البلدية. لو عاوزين مسلا الامن والسلامة هندخل الدفاع المدني. فبالتالي حسب الاولويات بنشوف القطاعات الاخرى اللي ممكن ندخلها آآ معنا. وبرضو آآ آآ بلازم برضو بعض الموارد تبقى موجودة ان امكن. وساعاتها ما بيبقى فيش شراكة بين القطاعات. كل قطاع بيبقى عنده آآ بجت مسلا للتشجير. فلما يجي ينفذها عندنا في تشجير المدارس يبقى كده هو افاد واستفاد. آآ مثلا ممكن آآ ان احنا نربط بالخدمات الصحية زي ما قلنا علشان الصحة المدرسية. آآ آآ الشراكة مسلا مع اولياء الامور. يمكننا ادت لكم مثال المدرسة في الفيوم عملوا شراكة مع المجلس المحلي. آآ طور لهم الملعب في المدرسة وبعض الخدمات. كان فيه برضو بعض من الاولياء والامور اشتركوا وطوروا الحمامات مسلا في المدرسة. كل الحاجات دي ممكن بيتم الاستفادة آآ منها. وطبعا بيبقى آآ آآ اي حاجة من دول استثمار. لان احنا بنعملها مش بس بنبص للمدرسة كمدرسة. بنبص للمدرسة على ان ده جيل طالع. فده استثمار فيه. بنبص للمدرسة على ان ده بيئة عمل للمدرسين. استثمار فيهم. كل ما المدرس كان مرتاح وهو بيشتغل هيدي اكتر. فطبعا كل الحاجات دي يعني بندي لها وقت وجهد وموارد بس هي نوع من الاستثمار. آآ دي طبعا الكيس اللي انا بقول لكم عليها. ودي اللي هي الدليل الخاص بالصحة المدرسية. وفيها زي آآ آآ بواصفات الباكتج اللي بيتم آآ آآ تقديمه على ما تستغل مدارس. وزي ما قلنا مش بس آآ آآ سيرفس او خدمة. لأ ده كمان آآ آآ كشف مبكر آآ آآ الوزن. آآ آآ نعمل ممكن مسابقات اللي اللي هما اطفال اللي عندهم سمنة. مين اللي هيكل صحي وهيبتدي يمارس رياضة وبعد مثلا تلات اربع شهور هيقل وزنه قد ايه. فالحاجات دي كلها بن 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 نكتشفها من الكشف المبكر ونبتدي نخطط عليها انشطة وآآ ندرج مسلا اولياء الامور الحاجات دي كلها عشان نلاقي اثر ونتيجة بعد كده. ومن ضمن الحاجات يمكن اللي نفزناها قبل كده في الامارات كانت البستنة في المدرسة ويمكن كنا بنتكلم عليها مبارح. ازاي بنخلي الاطفال يزرعوا بنفسهم في حصص الانشطة آآ خيار آآ طماطم آآ فلفل. فبالتالي هو بعد كده ما بيزرعها وبيشوفها بنبتدي نكلموا بقى عليها واهمية الصلطة احنا عارفين الاطفال ما بيحبوش الصلطة بيحبوا بقى الحاجات الفاست فود والحاجات دي. لكن ما بيزرعوها وبيشوفوها قدامهم بيبتدي حتى ممكن لو البنزل في حديقة يشجع الاسرة على الزراعة الحاجات دي كلها بتخليهم يحبوا الحاجة ويقدموا على اكلها لان بقوا بيحسوا بالاونرشيب او ان هم جزء من العملية دي. سحة الاسنان كل الحاجات دي كلها لان الطفل لما اسنانه بتبوز ومتوا عارفين بيأكلوا حلويات ويناموا والحاجات دي فبالتالي ممكن لو الاسنان بازت من صغرهم بيبقى صعب جدا ان هو يعني حياة والعمر قدامهم فبالتالي هيعد بقى يركب اسنانه وحاجاته ومتلاقي دلوقتي في حاجات وبيحتاجوا تقويم الكلام ده كله ممكن بيبقى بنتلاشالة وفيه كشف مبكر واندعزر طبعا وكل الخدمات الصحية وما ننساش الصحة النفسية والاجتماعية يعني برضو المدرسين يبقوا هم اقرب واكتر ناس بيتعاملوا مع الطفل يمكن الزائرة الصحية او الطبيب بيجي يزور المدرسة ويمشي لكن المدرس هو اللي هيلاحظ ان فيه مثلا الطفل ده بيتحكش ويلعب زي الاول ابتدى يبقى فيه عنف في التعامل مع زميله ابتدى يبقى ممطوي ابتدت درجاته تقل فبالتالي اكيد بدل ما يعقبه او يقوله كده او يروح بالشهادة واسرته يبتدوا يعقبه لا يبقى لازم نشوف السورس والسبب كان ايه طبعا دي بعض الكراءات الاخرى بالرابط بتاعها لو تحبوا تستزيدوا بيها فيه برضو انفو جرافيكس زي مواد ممكن تستخدموها في الدعاية او في مثلا لو هتقنعوا مدير المدرسة او كده برضو بتستخدموها فيه فيديو على اليوتيوب برضو خاص بالمدارس المعززة للصحة وفيه كان ويبنارز عملناها قبل كده دي التسجيلات بتاعتها وفيه حاجات الصحف عملتها لو عندكم مثلا لجنة اعلامية تبتدي تشوف وتعمل زيها برضو دي يعني في الاخر كثمرية يعني بنحب ننوه ان دي ممكن يتعامل منها رسائل خاصة بالنسبة للتنمر والتمييز ازاي يبقى الطفل نخليه على طول هو يسو سعيد ويجي المدرسة مش مش بتدايق بالعكس ده يعني لو المدرسة دي جاز باب حاجات هو بيحبها هنلاقيه حتى هو تعبان نفسه يروح المدرسة برضو الطفل دوا ما نقصلوش على ان هو بنستثمر فيه بس الطفل ده جزء من الاسرة لو ادي احنا ادي ناله المعرفة والمهارة اللازمة هنلاقيه هو نفسه ابتدى يوعي الاسرة يبتدي لو قلنا له اضراد التضخين لو والده بيدخن هيقول له لا يا باب انا سمعت كذا كذا فبالتالي احنا بنربي يعني حاجة شامبيون يعني هو هيبقى كمان كأننا وصلين جوه البيوت بالرسائل اللي احنا عاوزينها وطبعا الانفلونسرز احنا عارفين على مستوى المدرسة السنوية في كتير منهم بيطلعوا على تيك توك ويقولوا حاجات فكل ما احنا شجعناهم يستخدموا المعلومات الصحة وينشروها بدل المعلومات الغلط فبالتالي هما هيبقوا مسينجر لنا على السوشيال ميديا برضو زي ما احنا عارفين ان لازم المدرسين يدربوا لازم يبقى كل واحد بيقول حاجة يبقى رول بودل لها يعني ما جيش مثلا اقول لهم بلاش تدربوا بعض يا ولاد ولاش العنف على بستوى المدرسة بلاش التفرقة بلاش الحاجات دي واجي انا كمدرس اتعامل بعنف ففقد الشيء لا يعطي يعني لازم احنا لما نقول حاجة نبقى احنا رول مودل عليها طبعا بنساعد جو بيئة المدرسة على ممارسة العادات الصحية الجيدة يعني ما نجيش نقول التغذية السليمة ونلاقي كانتين المدرسة او الكافيتيريا بيبيعوا حاجات غير صحية فلازم يبقى كل ده بيدعم بعضه يعني ما نقول حاجة نخلق بيئة داعمة لما نقول مثلا مرسو النشاط البدني ونيجي نلاقي مثلا المدرسة ما فيهاش مكان يمرسو النشاط البدني او الفناء مقفول او الادوات اللي هي الرياضية مقفول عليها فلازم نبقى احنا اللي نقوله يتعمل وزي ما احنا قلنا ان احنا عاوزين ان المدرسة دي تبقى بيئة داعمة للطفل او للستودنس وفي نفس الوقت العاملين فيها والاطفال يبقوا كمان ممثلين او الطلبة في اللجان يعني مش بس الطفل او الطلبة يبقوا متلقي لا يبقوا شريك نتعامل معهم على انه هم شريك يعني ما نيجي واحنا عندنا اللي هي تدريب القارين للقارين دا مهم جدا مرات اما بيسمعوا من زمايلهم بينفزوا الحاجة فبالتالي لازم ندرجهم او نشركهم في كل شيء وهنا بدايما نقول ما فيش education system او جهاز تعليمي ناجح الا لو بيبقى دعم الصحة او تعزيز الصحة جزء منه يعني في المناهج زي ما قلنا على مستوى المدارش فبالتالي احنا مش بس بنفيد الاطفال والعملين في المدرسة المجتمع طبعا زي ما احنا قلنا هي بش بس بيبقى الطفل بيتلقى التعليم في بيئة صحية لا دا كمان المدرس بيدرس في بيئة صحية العاملين من اول حتى اللي واقف على البوابة من برة حتى انا لاحظت في كل البوابات فيه شلد كده عشان ما يبقاش فيه شمس او واقف فيها فكل الحاجات دي لما بنهتم بيها الكل بيعمل شغله او الطالب بيتلقى العلم وهو في حالة صحية ونفسية جيدة شكرا ولو اي سؤال واسفة لو كنت قطلت عليكم شكرا لزيلا شكرا لزيلا اي حسب فضلكي اي قمت بيقى الطفل الاختر ونتها معايا طبقت هذا الفرنامج وعملتها الزامة على لان الموضوع في كل مدرسة في البلد فهو تم الزامة في العمل في المعاياة في البلد هو يعني في المرحلة دي يعني في مدارس في دول كتير طبقت لكن كالزاميا لسه لان احنا عاوزين الاول نموذج ناجح وبعدين يبتدوا يعني الدول يبتدوا يعملوها الزامية يعني مثلا سلطنة عمان مطبقة لكن مش الزامية مصر طبقت برضو بس مش الزامية فيه مثلا في اقليم الاوروبي الاقليم اللي هو جنوب شرق اسيا في دول كتير طبقت يمكن في شوية اليابان كان فيه ريزوليوشن في او يعني تقرير اتقدم للمنظمة هيخلوها الزامية لكن لغاية دلوقتي مفيش حد عملها الزامية ليه بقى لازم نعمل تجربة نجحة داخل الدولة بحيث ان بعد كده نبتدي نستخدم ديه للدعاية على اعلى المستويات لان عشان تبقى الزامية احنا عاوزين الحكومة على اعلى المستويات على المستوى الناشنال ممكن على مستوى امارة الشرق على فكرة تبقى اسهل ان هي تبقى الزامية بعد كده لكن على المستوى الوطني دي طبعا محتاجة رئاسة وزراء ومحتاجة يعني شغل شوية لكن ما بيبقى فيه نجحات مسجلة وتجربة يعني ملموسة ممكن بعد كده تبقى فيه الزامية لكن حتى الان لا ما فيش اشتركوا في القناة 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 الوطني ودعم على مستوى المدرسة وإلا مش هنقدر ندعف فساحبة طمن حضرتك لما امارة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بعت لنا الوزارة دا حمسهم ان يعملوا مشروع وطني ويمكن تم التواصل مع دكتورة ايمان وتم التواصل معنا الحمد لله واتفقنا على المعايير والمؤشرات ويمكن هيبقى فيه ورشة عمل على المستوى الوطني بدعوة جميع الامارات في دولة الامارات وان شاء الله هنبتدي بتنفيذ عالم مراحل يعني مثلا كل امارة مثلا اربع خمس مدارس ويبقى فيه ارساء لجنة للتقييم لجنة على مستوى المدارس على المستوى الوطني على مستوى الامارة وفرق للمتابعة فالحمد لله احنا شغالين لسه متحددش الموعيد لكن الحمد لله فعلا وانا متأكدة ان كل البوتينشيلز او المؤهلات موجودة على مستوى المدارس يعني هتبقى من الحاجات هيبقى بس جزء تنظيمي جزء يعني داعم انه يبقى فيه دعم على مستوى المدرسة والمستوى الحكومي واهول استمرارية بالضبط شكرا لك على هذا خضر انا مستوى المدارسة مستوى المدارسة مساعدة بالضبط في مستوى المدارسة أعطى أن السباق وليل عمضة أو طالب أو المحاولة في السباة يساكل المخاطر الخاصة في الحقيقة أنا أحاول أني أحضرها من ضمن الأشياء في رأس محيظة السابق فضبط معني أجول في الصدق الموش الموحية بشكل تاني أعطى أن السباق في المدرسة أعطى أنه يكون في التكتبات المخلطة نحن نتفكيص على التطالب التطالب هو المعلم السباق المعلم هو المحتمل المعلم هو المشاكل المؤمنة على الأطبار سواء أن تفكيز المدرسة أو هذه الأطبار يأتي أضواء أكثر في المدرسة فإذا المعلم مش محتوي الطالب أو أنه هو عام تنفية تنفية بما يقول لدات المطالب مش هيئة من أجل الشيء بالتالي إذا في المدرسة ليش أدري أن أدري ترفق الرافق للمعلم مش هيئة من أجل التطالب فأرمان كمان نضع في المعلم المدرسة كجلسة أساسية للمدارس المعلمة شكرا أستاذ وليد حضرتك وأضفت نقطتين مهمين أول حاجة أنه هي أنتو أنا متأكدة أن كل المدارس منفذين جزء كبير منها بس زي ما قلنا إحنا عاوزين نحطها تحت مسمى تحت مظلة واحدة ونبني عليها لأنا متأكدة أن ما فيش مدرسة هتبتدي مستثرة كل المدارس عندها مؤهلات وأنشطة بس هنتم يعني تجمعها بطريقة تنظيمية أكتر الجزء الثاني الخاص بالمدرس حضرتك دي كتب مقدمة هنخش بعد كده إن شاء الله بعد البريك على كل معيار إيه المؤشرات هتلاقي إن المدرس أول حاجة نبتدي لازم ندربه لأن إحنا من غير المدرسين مش هنقدر نعمل حاجة إحنا مش هنقدر نخش بنفسنا جوه المدارس يعني هما اللي هيبقى عجلة القيادة في إدهم ففعلا هتلاقي كل معيار أو مؤشر من آليات التنفيذ تدريب المدرسين على كذا تدريب المدرسين على كذا لأن هما جزء مهم جدا إذا كنا بنقول إدراج الطالب لأن في بعض الدول لما ابتدت تنفذ المدارس المعززة للصحة خلوا اللي بينفذ المدرسين فقط فإحنا بنقول دلوقتي لازم الطلاب كمان معاهم لكن المدرس ده أساسي لأن هو هو اللي هيقول لو أنا بقول دلوقتي مكافحة التنمر طب لو المدرس مش ملاحظ إن فيه تنمر هنكافحه إزاي هو اللي هيكافحة هو اللي هيقول لهم وعلى فكرة المدرس كلمته مسموع عن الأهل في البيت أنا وأنا ولادي صغيرين في المدرسة ما كنت أحب يعملوا حاجة كنت أروح للميس بتاعتها ولا بص يقولي له إقناعيه كذا كانوا بيسمعوا كلام المدرسين أكتر ما بيسمعوني ده طبيعي يمكن كنا وإحنا صغيرين المدرس ده عندنا حاجة كبيرة ففعلاً دور المدرس مهم جداً ألف شكر لك اتفضل خطوراً هل تعلميه عن الخضرة الجميلة و الأشعار الجيميلة أنا محمد عبدالله مدرسة جيب سانديش والدقاني ضريط يزيني حيث عندنا في مدرسة إلى الأربع مدرسة أو الأربع فرق المدرسة كنت أقبط فقط تحضر الطباب هي نحن 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 للممسطة لبرضيط ببعرافة كنت أين أن أتفضل نحن النابل من المسطة مخططِب رائعين الحمد مهم معلمين ونحن نجد مجتمع ونحن نجد فقط ونحن نجد فقط المدارس معادلة الصحة لا تنسل المدارسة أو الطارق لا، لنظر هذا الجميع لن نتوقع مع بعضها لذلك وصلنا الخامة بعدين لأننا نكون موجودة عندنا والطبع سوف نحن نتقل في المدارسة لا يوجد أنني لدي المدارسة المعلومات لأننا سوف نقل في كل الأشياء ألف شكرا أستاذ محمد حياتك فعلا أكدت الكلام أن أنا متأكدة مفيش مدرسة هتبتدي من الصفر يمكن هتضيف كمان اللي عندك مثلا النشاط البدني لجنة النشاط البدني لجنة التوعية لأن إحنا عاوزين نعمل لجنة توعية من الطلبة نفسهم إن إحنا نبني فيهم إزاي مهارات الاتصال إزاي هو نفسه يبقى يعني عينك مثلا في البريك أو كده عين المدرس إن هو لو لاحظ حاجة مثلا ممكن يجي يقول ساعات بندربه مع الإسعافات الأولية لقد إفرد فيه طالب وقع في الفصل أو وقع في الفناء قبل ما نروح نستدعي المدرس أو الزائرة يليزب ما يحركوش ما يحركوش الدراع عشان لو فيه لقدر الله كسر كل الحاجات دي يعني وأنا متأكدة إنها موجودة يمكن أنا من 2015 ورجعنا عملنا تقييم للمدن الصحية في 2021 ودخلت بعض المدارس لقيت فيه طلبة فعلا يعني أنا كنت أفتكر كان فيه بنت جميلة جدا بس كان عندها سكر وكانت بتدي لنفسها الإنسولين كان الولادة اللي معها مدربين وكانوا يفكروها قبل ما تاخد الحقنة فطرتي ولا لا لأن لو أخدتها من غير ما تاكل ممكن تيغمى عليه فإزاي إحنا نخلي الطلبة كمان شركاء معنا فلكن أنا متأكدة إن أنتو البداية هتبقى إن شاء الله سهلة هو مجرد بس تحليل الوضع ونشوف الأولوية وإذا كانت تضيف لجان تانية محتاجينها حسب المعايير اللي هنتكلم عليها بعد الفيك شكرا أستاذ محمد وكانوا من خلالهم مرسول كل الوسائل الصحية والتبريدية وأيضاً يلتم مشاركة وتعلى المشاركة قليائكم وأيضاً توسعوا على أي موضوع يعني يوسع رحمة الله لهم سطاة يوسع رحمة الحيل لأنه هناك تبيحين في الإمارة وكانت طالح حيوى أخذ في همير مجالس ومشارك بتاع أهليات وإنشطة وكانت تبتلوها جداً الطالب الواحد وكانت تبتلوها جداً وإن شاء الله معنا معنا متأكد في هذا يقول إن شاء الله بيبدأ أفهم ممتاز وأقترح إن شاء الله الأستاذ إيمان لما تبتدوا تطبيق في بعض المدارس ممكن ترشحوا طلبة ياخدوا هذه الدورات القيادة الطلابية لأنها يستفيدوا أكيد مدربين على أعلى مستوى ويبتدوا يطبقوا ده في المدارس وبمكن حضراتكم أثناء التدريب على القيادات الطلابية حتى لو مدارسهم مش مطبقة البرنامج وعوهم إيه هي المدارس المعززة للصحة بحيث هم بعد كده يبتدوا تأدوكيت فور يعني يبتدوا هم نفسهم يطلبوا نتبقى مدرستهم معززة للصحة فممكن تحطوها جزئية من المنهج ولو تحبوا إحنا ممكن نخش فير شوال نشترك نقدمها إن شاء الله تواصلي معنا وإن شاء الله ممكن البنظمة تساعد في الطبيب إن شاء الله السلام عليكم فيما مش عشي أهلا النساء شكرا نعم 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 إن لانت نعم للموضوع دي على كل The The ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يمكن قلتها وهنأكد عليها ان شاء الله في السيشن اللي جاية ان مش بس المدرسة مكان لتلقي التعليم ده بيئة عمل للمدرسين لازم تبقى بيئة عمل مريحة لازم ما ننساش مثلا تشجيع الصحة او متابعة الصحة النفسية برضو لازم المدرسين لان فعلا على رأيك لو المدرس مضجوط مش هيقدر يدي ده كله فهي كبيئة عمل لازم تبقى صحية للمدرسين وهيئة التدريس والانشطة المنفذة لابد ان هي تشمل برضو هيئة التدريس لان احنا بنتعامل مع المدرسة ككل مع كل اللي موجود فيها وحتى لما بنيجي بعد كده هتشوف في المؤشرات لما بنيجي نقول مثلا الاهتمام بالاطفال زاوي الاعاقة مرات بيبقى المدرسين نفسهم عندهم اعاقة لان احنا يعني هو يعني مدرس وشاطر وقدر فلازم برضو ان احنا نديله الحاجات اللي بتفايسليتات انه يقوم بوظيفته على اكمل وجه فطبعا متوافقة مع حضرتك تماما ان لازم يبقى الاهتمام بالمدرسين والعاملين يمكن حتى زي ما قلت العامل من اول العامل اللي على البوابة اللي بينظف يعني حتى ممكن نخلي الطفل نفسه مايرميش كماما عشان برضو نفهمه اللي بينظف وراك ساعاتا ما بيعملوا التخلص بالنفايات السندق اللي هي الملونة انا شفت برضو كان في بعض من المدارس في الشرقة بيعلموا الطفل ان لو مثلا شرب من الازازة وفودل شوية مية يجمعوها في جاركن ويسقوا بيها الزرع يعني حتى نعودهم الحفاظ على النعم فكل الحاجات دي متوافقة معاكي تماما للطالب ولعضاء هيئة التدريس شكرا عليكم الساحة بركتي أهلا مصحبا أهلاً مصرحاً. يبكي تدير بدراسة لنا صفحة. 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 المايك مقفول المترجم من التوق Pend공 المترجم من smartwatch مساعدت جه عدد الس vibrations الضرق المترجم من الدفingu ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر طلبة او المدرسين بيبقى خلاص ماشي اوتوماتيك بيبتزي يعمل لكن ما يبقاش فيه نشاط وراح يعني عملنا حملة وراحت مبادرة وراحت لا احنا عاوزين ويبقى طابع مؤسسي تمام بالزبط موجودين الاثنين موجودين بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي هنبتدي بقى نمشي على المحاور والمعايير اللي هي مقصة بكل محور طبعا انتم هتفتحوا الكتب اللي هي انا حتى اللينك بتاعتها في البرزنتيشن هتلاقوها مختلفة بصورة بسيطة جدا عن دي لان دي اشتغلنا عليها مع المجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومع وزارة الصحة بحيث ان احنا عملنا لها زي موأمة او ادابتيشن للوضع في الامارات في حاجات شلناها بما لا يتناسب مع الاقليم ككل ومع الامارات حاجات بسيطة جدا ان دي زي ما قلنا دي مؤشرات عالمية وفي حاجات ضفناها بحيث ان هي اولوية لدولة الامارات فهنمشي فيها كده اول ستاندر او اول جزء زي ما احنا قلنا ان فيه التزام على المستوى الوطني على اللي هو الناشنال نيفل طبعا احنا بنبقى عاوزين الالتزام ده لان ده بيسهل او بيبقى زي ضوء اخضر ان احنا نشتغل على مستوى المدارس وده الحمد لله موجود سواء على مستوى وزارة الصحة كالامارات فكل وطبعا على مستوى امارة الشرقى اللي هي اول منها ينفذ ان شاء الله المدارس المعززة للصحة يمكن كان فيه جهود زي ما اشرته قبل كده بس اول منها ينفذها بالطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها فالالتزام الحمد لله موجود وطبعا لازم يبقى فيه زي تعاون بين قطاع الصحة والتعليم وده بصفة اساسية لان مدارس معززة للصحة لازم الصحة والتعليم لكن طبعا ده لا يمنع ان يبقى فيه مؤسسات وفيه بما تتناسب زي مثلا ما اشرت حضرتك عن مؤسسة الامارات التعليمية مثلا كل ابارة لها الاجيكيشنال والهيلث اثوريتي بتاعها كل دول هيبقوا مشاركين ممكن مثلا مؤسسات المجتمع المدني الانجي اوز يمكن شفنا مثال الصبح لما كان الدكتورة بتتكلم ان مثلا المصابين بالسكر في جمعية ممكن تدعمهم فمؤسسات المجتمع المدني برضو تبقى موجودة ممكن لو هنعمل مثلا بستنى في المدارس هيبقى الزراعة موجودة ممكن لو احنا هنعمل مثلا كافيتيريا قطاع التغذية كل الحاجات دي بما يتناسب مع الوضع والاولويات على المدرسة طيب هنشوف بقى ايه المؤشرات احنا اتفقنا ان احنا هنحط المؤشرات اللي هي الاساسية اللي موجودة في الجايدلاينز وبعدها بنحط حاجات اضافية من مثلا الدول اللي هي طبقت المعايير دي ببعض من التعديلات بما يتناسب مع الوضع هنا وفي حاجات خاصة بالامارات هتلاقوا اول حاجة الكوري ستاندر دي اللي هي موجودة في الكتاب اللي احنا اشارنا ليه بنحط الكالر كود ده انه بنيجي بعد كده سواء احنا بنتابع لنفسنا زي سلف اسيسمنت او حد جيلنا او في التقييم بندي اخضر لو هو المعيار مستوفى ممكن اصفر لو هو في طريقه او في قايد التنفيذ احمر لو هو مش منفذ وساعات بيبقى مش منفذ مش عشان ما فيش مسلا قدرة على تنفيذ لأ هو مش مش اولوية او مش 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 بينفذه هنيجي في اول آآ استاندر ان فيه آآ آآ قرار آآ او بوليسي داعمة على المستوى الوطني بتنفيذ المدارس المعززة للصحة هنلاقي اول حاجة هل البوليسي دي موجودة وممكن ما يبقاش فيه قرار صريح انما فيه زي ضوء اخدر او ما فيش معارضة آآ ممكن يبقى فيه قرار فيه الهدف والهدف العام والاهداف الفرعية آآ فيه مثلا ممكن يكون فيه الموارد هتيجي منين آآ آآ كل الحاجات دي لو موجودة بنشوف موجودة ولا لا مرات بتكون موجودة ضمنا مش موجودة بصورة آآ صريحة لكن بعد كده بنوصل لها يعني لو ابتديت ولاقيتوا الحاجات دي مش موجودة مش لازم تقلقوا لان ممكن طالما ما فيش معارضة بيبقى فيه موافقة ضمنية وممكن بعد التنفيذ على ارض الواقع زي ما حضرتك اشارتي يبقى الكلام ده ملزم على المستوى الوطني بس المهم نحط نموذج ناجح بحيث ان ده نبني عليه وممكن ما يكونش فيه قرار بس فيه مثلا خطة وطنية زي ما انا قلت ان الوزارة تواصلت معنا وهيبقى شريك معهم التعليم ففيه خطة وطنية مش لازم يبقى فيه قرار صريح انما فيه خطة وطنية برضو ممكن يكون فيه زي قيادة او قيادات دعمة للمدارس المعززة للصحة وهنا دايما بيقولوا مثلا على مستوى الناشنال او على مستوى الصبنة احنا هنا حطينا اللوكل عشان فيه طبيعة خاصة للامارات انه بيبقى اما على المستوى الوطني او على مستوى الامارات زي ما هو على مستوى امارة الشرق طبعا احنا زي ما بنقول كل دل اللي موجود لسه قايد التنفيذ بيبقى بالاصفر مش موجود بيبقى بالاحمر هل فيه آلية مثلا للتنصيق والتعاون بين القطاعات ولا لا طبعا آلية التنصيق دي مش لازم نبتدي من اول وجديد مرات بتبقى الآلية دي موجودة لغرض تاني احنا ممكن نبني عليه يعني مثلا الشرق احنا ابتدينا معاهم المدن الصحية فالريدي فيه آلية للتنصيق بين القطاعات ممثل فيها التعليم ممثل فيها الصحة ممثل فيها البلديات فممكن احنا نبني على المنصة متعددة القطاعات ونخلي من ضمن مواضيع المناقشة المدارس المعززة للصحة يعني احنا مش عاوزين مش عاوزين يبقى فيه كذا حاجة لا طالما احنا محتاجين التعاون بين القطاعات وممكن تلاقي على مستوى امارة تانية ممكن مش مثلا مش المعودة الصحية ممكن تلاقي لمكافحة مثلا الامراض الغير سرية اي حاجة ممثل فيها القطاعات نبني عليها ونبقى بطالما التعليم والصحة فيها بصورة اساسية والقطاعات الاخرى طبعا اللوكال جاورن منت هنا احنا بنقصد بيها على مستوى الامارة يعني لان مثلا في دول اخرى بيبقى فيه محافظات فيه مثلا زي عمان فيه الولايات فاللوكال جاورن منت هنا بيبقى فيه مثلا موافقة او التزام وهنا الحمد لله ده المجلس الاعلى لشؤون الاسرة قطع باع فيه وان فيه التزام على مستوى امارة الشرقة من اول سمو الحاكم للمجلس هنا للقطاعات كلها فالحمد لله ده انتوا كده قطعتوا شوت كدير يعني ده كله هيتعلم بالاقدر من قبل هما تبتدوا يعني عشان كده بقول انا متفعلا ان هيبقى فاست تراك غير الانشطة اللي حضراتكم اشرتوا لها وفيه آلية طبعا للتعاون بين القطاعات والريدي فيه زي ما قلنا فيه يعني لجان كتير متعددة للقطاعات ممكن نبني عليها او اعضاءها يبقوا ممثلين لمدارس المعززة للصحة وطبعا احنا بنقول اه اه يعني يبقى فيه الريسورسز او الموارد تبقى مرصودة وهنا احنا مش عاوزين نرصد موارد جديد يعني مش عاوزين نحط حاجة مخصوص للمدارس المعززة للصحة لأ احنا عاوزين نستخدم الموارد اللي موجودة في القطاعات بما يتناسب مع الشغل بتاعهم ونستفيد منها للمدارس المعززة للصحة يعني مثلا افندم بالزبط الموارد المتاحة يعني مثلا احنا بنقول فيه شركة البلدية بالزبط مع الصحة مع التعليم مع الزراعة الزراعة عندهم مثلا ميزانية للتشجير نقول لهم طيب ممكن تشجرولنا مدارس أو تعملولنا مناطق خضرة البلدية عندهم مثلا ميزانية لمراقبة المياه أو الحاجات دي ممكن يجوا يرقبولنا الدفاع المدني عندهم ميزانية للسلامة والسيفتي يجوا الأياميروا على المدارس الصحة عندها ميزانية للتطعيم واللكشف المبكر يعني قصد يقول إن إحنا مش عاوزين يبقى منصعبهاش على نفسنا يعني نقول إن إحنا عاوزين ميزانية مخصوص للمدارس المعززة للصحة لا هو عارفين كده زمان أهالينا ما كانوا يعملوا حاجة اسمها جمعية إنهم يعملوا كده وحد يقبط كل شيء هو بقى الزبط دي الجمعية كل قطاع عنده ميزانيته وعنده الموارد بتاعته البشرية والخبرة وكل حاجة بالزبط نستفيد بيها بحيث إن إحنا ننظم الجهد بدل ما يبقى كل حد شغال فوادي وعلى فكرة مرات كتير لما بنقعد القطاعات مع بعض ونبتدي نتكلم نلاقي كل قطاع بيعمل حاجة قطاع تاني بيعمل هقولك ما أنا ما كنتش عرف إنه بيعمل فبنلاقي فيه فنقول لهم لأ طب ما أنتوا بدل ما تعملوا كده اهدوا نصقوا مع بعض واستغلوا دي في حاجة تانية وزي ما قلت مثلا ممكن تشركوا معاكوا الجامعات إنتوا عاوزين دلوقتي تحللوا الوضع تعملوا استبيان بدل ما ترصدوا له ميزانية ممكن الجامعة يخلوا مشروع التخرج للطلبة هم ما عندهم دي ميزانيتهم وده شغلهم إحنا بس يعني زي ما بنقول إيه بنوفق فما تستكروش إن ده هيبقى حمل زيادة وفلوس زيادة وجهد زيادة بالعكس إحنا بس بنحط كل القطاعات كل قطاع بفلوسه بنجهوده بقوته بخبرته بس إن إحنا بنتعاون مع بعض تحت هدفه فيجن واحدة فبالتالي كل ده بيخدم على بعضه في النهاية للمدارس المعززة للصفح تفضل يا دكتور منذ بداية البرنامج للصورة عملنا تجتمع لجميع الشرطاء وهذه الجلسة كانت جميلة كده مثل ما تفضل أحيانا بعض الأشياء مثل هكذا المقطاع وأحيانا تفضل صورة المعايير أي قطاع مسؤول عنه حيث أنه يتولى هاي المسؤولية في جميع الندارس ومتأثب أيضا أنه هو مفيد بها شيء كان للصورة أحيانا بعض المعايير بعض الجهار تعتقد أن هذه الجهار تقوم بها وأحيانا اكتشفنا أن هذا المعايير ما في حاجة عيشة طالعيني ففعلا لك هذا القميتي اللي بدنا تتشغلنا إليه على مستوى أكثر عن عشر شرطاء على مستوى الإمارة فعلا كان جدا مهم وإن شاء الله هاي المتماعات أيضا ما تستمعوا أيضا ما تستمعوا أيضا ما تستمعوا صحيح هل بعد ما جلستوا مع بعض حسيتوا أن انتم محتاجين ميزانية إضافية للكلام ده ممتاز شكرا لدكتور إيمان لأن ده فعلا ده نقطة مهمة جدا إحنا كل دورنا إن إحنا التنسيق بين القطاعات ويعني إعادة استخدام الموارد بما يتناسب مع المعايير المعايير دي هتساعد في إدارة المناقش يعني إحنا دلوقتي بدل ما نعود نتكلم مش عارفين هنتكلم عن المدارس إيه لا إحنا دي بناخدهم واحد واحد ونشوف مثلا ممكن القطاع يقول لك آه ده من ضمن خطة استنادي عندي خلاص أنا هخليها في المدرسة الفلانية والفلانية اللي إحنا قلنا هنخش بمراحل مراحل فبالتالي إحنا التنسيق ده مهم جدا وطبعا لازم كمان يبقى في بالنسبة للموارد إن إحنا نعمل حاجة اسمها انسيرفس ترينيج يعني يمكن حضرتك أشارت الأهمية دور المدرس ويمكن الأستاذة أشارت للمؤسسة الإمارات للتعليم إن هم قردي عندهم كورسات فبالتالي ممكن بدل ما نبتدي من الصفر لأن ننسق مع جهات أخرى يعملوا لنا تدريب للمدرسين أو بالممكن بالتعاون مع المجلس الأعلى وإحنا كمنظمة نبتدي نجمع المدرسين من المدارس اللي اختيرت ونبتدي نعمل لهم دورات تدريبية فكل جهة هتدلي بدلوها بحيث ده من مهامها بس المهم نبقى عارفين هنستخدم إيه لإيه طبعا لازم التدريب دول يبقى للمدرسين وبرضو بالنسبة للستودينت كمان اللي هم احنا قلنا هيبقى هندمجهم معنا قبل ما نبتدي الشغل عشان يبقوا عارفين إحنا هنشتغل على إيه وإزاي وطبعا مهم جدا قبل ما نبتدي أي شغلة هنبقى عارفين مين اللي هيتابع مين اللي هيراجع ومين اللي خاص بال يعني ما يبقاش كده الدنيا صايحة مش عارفين مين هيعمل إيه لازم قبل ما نبتدي الشغل ونضرب الناس نبقى عارفين مين هيبقى مسؤول عن التقطيط مين هيبقى مسؤول على الرصد مين هيبقى مسؤول عن التقييم يمكن المجلس وفر عليكو جزء كبير إنه هو قريدي عمل لجنة على مستوى الإمارة لكن بعد كده ما هنبتدي ننزل بقى للمناطق داخل إمارة الشرقة هيبقى فيه زي لجنة لإنه مش معقول هم هيخدوا على عطقهم المراجعات وكل حاجات دي هيبقى فيه لكل منطقة مثلا لجنة برضو ممثلة من القطاعات أو بيبقى مسؤوليتها المراجعة الإشراف مثلا إعادة التوجيه كل الحاجات دي وفي النهاية التقييم فلازم نبقى بقى فيه لا على مستوى المناطق إحنا دلوقتي لسه مدخلناش على مستوى المدرس أول ستندر ده خاص على مستوى الناشنال أو على مستوى إحنا دلوقتي بنتكلم على الإمارة بالضبط أما ننزل على مستوى المدرسة بقى هيبقى كل مدرسة ليها اللي جان بتاعتها لكن إحنا دلوقتي على مستوى إمارة الشرق وبعين على مستوى المناطق اللي حضراتكم هتحددوها وهتاخدوا مثلا من كل منطقة كم مدرسة إن شاء الله وبنبقى عارفين المتابعة تبقى إزاي والتقييم هيبقى إزاي والأوردينج هيبقى إزاي أو الشهادة مثلا هل هيبقى بعدد ستارز معينة هل هيبقى بلاتينام سيلفر جولد يعني هنبقى هتتفقوا معاها بحيث إن ده هيبقى زي تكريم دي المدرسة بعد اكتياز الإفاليويشن فضل لا هنتكلم ده وقت ما نخلص المعايير هنقول مثلا لو 80% من المعايير هتبقى مدرسة معززة للصحة مثلا من 80% ل90% هتبقى مثلا سيلفر من 90% ل95% جولد فوق ال95% لإن إحنا هنا لو حضرتك تاخذي بالك حطين أقدر وأصفر وأحمر بنعد الأخضر قاوت من العدد الكلي ومنحسب النسبة بالضبط دي اللي احنا أعرضناها دي كور يعني لازم تكون موجودة في بعد كده بنحط كور أو إضافية وفي حاجات خاصة بالإمارات دي اللي هي بتبقى يعني زي بقى الانوفيشن أو الأعلى بالضبط لا لا بالضبط كويس إن السؤال من أول بقول عشان تبقى الأمور واضحة ده على المستوى الوطني أو حالتنا دي على مستوى الإمارة بالنسبة لي هو إن شاء الله يبقى كله أخضر لأن المجلس الأعلى وفروا عليكم شوط هما من 2018 شغالين معنا فيعني الحمد لله ده يعني أنتوا ترتاحوا من الجهة دي صحيح دلوقتي إحنا نزلنا على مستوى المدارس إن يبقى فيه على مستوى المدارس سياسات أو قرارات دعمة وموارد سواء موارد بشرية ممثلة في هيئة التدريس المدربة والطلبة المدربين والقيادة أول حاجة إن تبقى المدرسة عندها الموافقة والقرار والبوليسي إن هي تبقى مدرسة معززة للصحة وده زي ما قلنا يبقى من قيادات المدرسة إحنا دلوقتي خلاص المستوى على الإمارة أو المستوى الوطني خلاص ده على مستوى المدرسة يبقى بالتالي إن يبقى القيادة المدرسية موافقة وتبدي استعدادها علشان كده كان فيه حد في البريك سألني حضرتك يمكن قلت هيئة إحنا حابين نبقى جزء من المبادرة دي فقلت ليك تواصلي مع الأستاذة إيمان تبقى المدرسة دخلة في المبادرة طبعا لازم إدارة المدرسة توافق على هذا الكلام واعتقد إن طالما المدارس مرشحاك ويبقى دي موافقة ضمنية يعني ساعات إحنا بيبقى زي ما بنقول القانون وروح القانون يعني ساعات مش لازم الحاجة بحزافرها بس ضمن موافقة يعني أنا مثلا دلوقتي أنا جيت والمنظمة بعتاني ما قدرش أقولها للمنظمة موافقة إن أنا قدت دورة دي ما أنا طالما جيت بقول ردي موافقين برضو لازم يبقى فيه دور ومسئوليات واضحة من إدارة المدرسة يعني يبقى فيه فوكل بيرسون أو يعني زابط اتصال جوه المدرسة هو ده المسئول يعني طبعا مدير المدرسة وراء مهام كتير جدا لكن المدارس المعززة للصحة بيبقى فيه زي حد مرشح من قبل إدارة المدرسة هو اللي بيقى مسئول طبعا ممكن يكون الطبيب المدرسي ممكن يكون مدرس من المدرسين مدرس أول المهم الأخصائي الاجتماعي على حسب على رأسهم مدير المدرسة لكن مين اللي هيشكل الفرق مين اللي هينقل من الفرق للمدرس يعني لازم يكون فيه همزة وصل منصف بالضبط لازم طبعا يبقى فيه ممثل فيه اللي جان دي المدرسين العاملين والطلبة زي ما احنا قلنا ولو فيه مثلا حد من أصحاب الهمم أو في المدرسة سواء مدرس أو من الطلاب يستحسن يكون برضه ممثل منهم علشان يمكن ليهم طلب خاص أو ليهم حاجة خاصة فنحاول يبقى فيه داخل المدرسة اللي جان المشكلة دي ممثل فيها كل اللي موجودين طبعا لازم يكون فيه في الأول اتعامل على مستوى المدرسة تحليل للوضع عشان نشوف ايه هي الpriorities أو الأولويات لأنه ممكن حتى المنطقة مثلا الشرقية جوه الشرق مع أنهما منطقة واحدة أخذنا منها تلات مدارس ممكن ليه احتياجات كل مدرسة مختلف أو الأولويات مختلفة فبالتالي لازم يبقى فيه في الأول تحليل وضع وتحديد الأولويات هو طبعا المجلس عملوا استمارة استبيان ممكن تستخدموها في مراجعة الوضع وإحنا بعد كده هنزودكم برضه أو هنزود المجلس وهتواصلوا معاكم المراجعة ممكن تبقى إزاي لأن المراجعة فيه جزء بالملاحظة فيه ممكن جزء باستبيان جزء بالشيكليست جزء ممكن تراجعي دوكيمنتز فكل حاجة من دول لها طريقة مراجعة يعني إحنا بعد كده إن شاء الله هندي كل المعيار هيراجع ويقيم إزاي طبعا بعد تقييم الوضع وتقييم الوضع لازم يبقى إن لاين مع المؤشرات يعني إحنا ما بنجيش في تقييم الوضع نشوف كل حاجة لا بنشوف كل حاجة بما يعني مثلا بناخد المؤشرات دي ونبتدي نحاول نملة هو موجود على أرض الواقع ولا لسه إن بروسس ولا مش موجود الحاجات اللي مش موجودة أو هي لسه اللي موجودة خلاص نحاول نكيبة إنها تبقى موجودة لكن اللي مش موجودة أو في قايد التنفيذ هي دي اللي نعمل الخطة ونشتغل عليه فدايما نستخدمه المؤشرات وإن شاء الله إحنا هنشيرها برضو بالعربي بحيث إن إحنا هي دي هتبقى المرجعية بتاعتنا في تقييم الوضع بما يتناسب معاها وبعدين بعد كده نبتدي نعمل الخطة على حسب الحاجات اللي هي الفجوات نبتدي نغطيها طبعا زي ما إحنا قلنا هي بتشمل عملية التعليمية التغذية والبيينج السيفتي كل الحاجات دي زي ما هنشوفها مع بعض وبعدين نبتدي نعمل التخطيط طب مين اللي هيعمل الخطة إحنا دلوقتي عملنا تحليل الوضع مين هيعمل الخطة اللجنة اللي على مستوى المدرسة هيعودوا مع بعض إحنا قلنا فيها معلمين فيها عاملين فيها طلبة فيها ممكن من إذا كان طلبة من أصحاب الإعاقة يبقى فيها ممثلين يعودوا مع بعض ويشوفوا دي نتائج تحليل الوضع طب نعمل إيه؟ هل نعمل مثلا خطة نستدعي أولياء الأمور لو مثلا في حاجة معينة هل إحنا ممكن نعمل توعية هل ممكن لو لقينا في مشكلة في السلامة طب ندعو البلدية يجو يشوفونا نعمل فيها إيه على حسب الحاجات اللي إحنا شفناها هنبتدي نعمل الخطة على أساس لكن الخطة لازم نتلافق حكتين الفرد الافتراضات يعني ما جيش أنا دلوقتي أنا أقول إيه؟ لا ما نعرفها ما درستي أنا لسه هعمل تقييم وضع الطلبة ناقصهم كذا وكذا وتعبلاش الأسامشن دي لأن ممكن إحنا بنفترض شيء لما نقعد مع الطلبة نفسهم ونسمع منهم هنلاقيهم عاوزين حاجة تانية خالص فإحنا الافتراضات اللي من ناحيتنا دي لأ يعني طبعا أكيد بتبقى كويسة إن إحنا ممكن عارفين الوضع لكن ممكن هما يطلعوا بأفكار ويطلعوا بحاجات يمكن ما تجيش على بالنا دي حاجة ممرة اتنين ما حدش يحط البلان لوحده ما يجيش مدير المدرسة مع الوكيل ويقوم وحطين الخطة ما إحنا عملنا تقييم وضعه أحنخط الخطة لأ لازم الخطة تبقى الكل مشارك فيها ليه بقى؟ عشان كل حد هيبقى عارف دوره ما الخطة دي من اللي هينفزها؟ من العدل إن اللي هينفز يشترك في الخطة لأن إحنا ممكن نحط حاجات امباشوس جدا أو طموحة جدا ويجي على أرض الواقع يقول لك لا أنا مش هقدر أعمل الكلام ده كله أو الطلب هيقول لك لا أنا مش كده فلازم الفريق اللي يحط الخطة هو الفريق اللي هيبقى في التنفيذ وكل حد ما يجي ينفز هيشوف مين اللي هيساعده مهم؟ هو أكيد هو الرئيس رئيس طبعا لكن أنا قصد أقولي بقى فيه حمزة وضع للفاسيليتيشن بعد كده أعم بالضبط وممكن صحيح وممكن اللجنة دي لأن دي لجنة مشتركة على مستوى المدرسة ونلاقي إن من ضمن الفجوات عاوزين مثلا نعمل حاجة خاصة بالتغذية فممكن نعمل لجان فرعية بقى يعني ويبقى فيها متطوعين من المدرسين والطلبة يعني ممكن تنبطق من اللجنة دي لجان فرعية حسب الأولويات اللي إحنا حددناها ممكن لجان رياضية لجنة للنشاط الرياضي لجنة للنشاط المعنوي مثلا لجنة للنشاط الأسري لجنة للرحلات كل حاجة من دول على حسب إحنا طلع لنا إيه بنبتدي بقى كل حد يكون فريق أو بلاش بقى لجان فرق يعني ممكن حد يكون فريق ممكن الطلبة اللي معناه يقولك أنا هعمل فريق من الطلبة زميلي مثلا للتوعية هتبتدي الأفكار تطلع مجرد بس ما نحط إدنا على الأساسيات فيه ممكن فريق السلامة فيه حضراتكم أشارته المسعف الصغير الحاجات دي كلها ممكن تطلع بعد كده وبعد كده هيبقى طبعا فيه الخطة بتاعة المدرسة على مستوى المدرسة وطبعا بيبقى دي بيتم التواصل مع الليجان يعني إحنا الأول ابتدينا من فوق لتحت من أول الإمارة وبعدين نزلنا للمدرسة بعد ما هنحط الخطط هنرفعها تاني للليجان اللي على مستوى الإمارة عشان يبقوا عارفين كل مدرسة طلع أولوياتها إيه والخطط بتاعتها إيه ليه بقى؟ لأنهم بعد كده هينزلوا للمتابعة وبعد كده للتقييم فعشان نقدر نتابع ونقيم لازم يبقى معانا الخطة بتاعة كل مدرسة طيب إحنا دلوقتي عملنا خطة للمدرسة وفيه فرق أو فيه لجان طيب هل كل واحد كده بقى هيشتغل ومنبقى مش عارفين؟ لأ لازم نتفق على خط التواصل خط التواصل دي بيتحدد فيها طب إحنا هنجتمع كل قد إيه وهنجتمع على معه مثلا اللجان اللي هي من المناطق التانية كل قد إيه وهنجتمع مع اللجنة اللي على مستوى إمارة الشرق كل قد إيه اللي عشان إحنا مش عاوزين كل حد يبقى إيه يعني بيعزف فوادي كده يعني زي الفرقة الموسيقية كل حد بيعزف بطريقته بس في النهاية فيه تناغم بين الكل فيبقى فيه خط التواصل يتحط فيها مثلا اجتماع ربع سنوي كل ثلاث شهور اجتماع شهري على مستوى المدرسة المهم نبقى عارفين خط التواصل طيب هل مش لازم نجتمع طب ممكن فيه إيميلات فيه واتساب جروب هيتعامل المهم نتفق على خط التواصل بين المدارس لأن برضو المدارس تبادل الخبرات حلوة قوي لأن ممكن يكون مدرسة عملت جزء حاجة ابتكارية ممكن مدرسة تانية تستفيد ممكن مدرستين يعملوا نشاط مع بعض بدل ما مدرسة تعمل حاملة لوحدها المدارس اللي في كل منطقة يجمعوا يعملوا الحاملة ممكن يتعمل مثلا حاجة قبل رمضان كل المدارس اللي مشتركة في تعزيز الصحة تشترك مع بعضها ويعملوا حاجة أو مع المجلس فاحنا نبقى يعني عاوزين يعني يبقى فيه كلنا نشتغل كفريق واحد يعني الفرقة المصغرة على مستوى المدرسة والفرقة في الوسط على مستوى المناطق وعلى مستوى إمارة الشرق كل ده مش هنقدر نعمله من غير التنصيق وآلية للاجتماع والتواصل مع بعض وبرضو لو إحنا عندنا شراكات يعني لو إحنا عندنا شراكات مع الجامعة ممكن بدل ما ندوشهم كله احنا عارفين جامعة الشرق هنا في الإمارة ممكن تعملوا شراكة من مدرسة معينة ومدرسة تانية تعمل شراكة الجامعة مش هيبقى عندها وقت تجتمع مع كل مدرسة على حدة ممكن يبقى فيه اجتماع مع الجامعة ككل طالما احنا معظم المدارس مدخلينها شريك ممكن مع الإعلام ممكن مع الصحافة كل الحاجات دي الشراكاء اللي هم على مستوى الإمارة تنسقوا مع بعض وتجتمعوا معاهم مرة واحدة بحيث يبقى فيه خطة إعلامية مثلا معحدة طبعا زي ما احنا قلنا بالنسبة للريسورسس أو الموارد البشرية والمادية ممكن احنا بنستخدمها لكن مش لازم نضيف جديد ممكن مثلا احنا لو مثلا مؤسسة الإمارات للتعليم دربت معلمين ممكن تدربهم كمدربين ونبتدي احنا المدارس نساعد بعض بدل ما نعيد القرة نطلع من المدارس ندرب بعض القادة الطلاب ممكن نستعين طلبة من مدرسة يدربوا قادة من مدرسة تانية فيبقى ممكن مثلا مدرسة عندها جنم متطور جدا في مدرسة تانية ما عندهاش مثلا ممكن نعمل آلية للتنظيم يوم مثلا في الويك اند يروحوا يستخدموا يعني الموارد بتاعتنا على مستوى المدارس نفيد بيها بعض بحيث ان احنا لو في ملعب كبير في مدرسة ممكن يستضيف مدرسة تانية او نعمل مسابقة بين المدارس اللي هي المعززة للصحة فريق مثلا كذا فريق كذا فبالتالي احنا لو حتى مدرسة مش متوفر لها موارد معينة ومدرسة تانية عندها بصورة كده يبقى فيه زي توقمة بين المدارس بحيث نستفيد بين الخبرات وبعد كده ان شاء الله ما نبتدي ننفذ في امارات اخرى يحصل برضو مثلا ممكن امارة دبي او عجمان لان هي اللي يجيه اللي قريبة من الشرقة المدارس اللي نفذت وسبقت تنزل معاكم للتدريب للطلبة في اللي هيبتدوا ينفذوا يعني هيبقى عندكم موارد بشرية يعني عشان كده احنا بنقول استثمار لان ده مش بس بيبقى للمدرسة اللي نفذت ده احنا كل شوية الدائرة ممكن توسع زي ما احنا دلوقتي امارة الشرقة في المدن الصحية بنجيب الدول الاخرى ونستفيد من الخبرة هنا وفيه فعلا كتير استفادوا من تجربة الشرقة فاحنا حتى على مستوى المنظمة بنحاول ننشر التجارب النكحة على مستوى الاقليم هلوة اوي اوي ودايما اي فعالية بتلاقيوا حضرتك كلهم مع بعض بيساعدوا بعض بياخدوا متجارب بعض كان فيه اسبوعا نفات مدرسة من المدارس المساولية في برنامج عاملة ومتقر كل المدارس راحت متقبلت للمدرسة دي ففعلا ده مطبق في مدارس الشرقة مية في المية المدرسين متعونين جدا المدارات مع بعض المتعونين بيسمحوا انهم يروفوا شابوا بعض ففعلا ده احنا فيه اسراق في الفعالية بهوقودة لاني مش بيكون مثلا المدرسة بس هي مثلا بفهودة بفهود جميع المدارس وده فعلا ممتاز يعني الطريق ممهد وده هيسهل لكم حاجات كتير جدا فوانتو بتعملوا تحليل الوضع اكتبوا ان الكلام ده موجود وتستغل بقى الحاجات دي بصورة مفاعلة اكتر فعشان كده بقولك كل نشاط اتعامل من قبل هيسهل كتير في التنفيذ موجود هما دكتورة يعني هما شغالين في الحاجات دي كلها يعني طرق تانية يعني حضرتك لما تنسلوا عقود مثلا هيبطلوا الحاجات المطبقة فقلا في المدارس عن طريق البرامج تانية عن طريق فعاليات تانية فان شاء الله لما تنسلوا هتشوفوا ده مواصلوا مطبقة في المدارس بالزبط انت عارفة حضرتك في المدن الصحية منزلنا اول منزلنا بتنفيذ في امارة الشرقى احنا عندنا قلنا 80% من المعايير تكون مستوفاة بندلهم شهادة من المنظمة اما انزلنا وعملنا مراجعة مع المعايير لقينا 60% قبل ما نبتدي شغل من المعايير مستوفاة فاحنا اشتغلنا على 20% فعشان كده تحليل الوضع مهم جدا لان انت عارفة الليفل بتاعك فين هتبتدي منين احنا مش عاوزين نبتدي من الصفر والحمد لله كل الحاجات موجودة شكرا على الاضافة وطبعا احنا هنا بنقول ان على مستوى المدرسة زي ما فيه على مستوى الامارات الامارة سوري لازم يتحط آلية للمتابعة والتقييم لازم برضو على مستوى المدرسة نبقى عارفين من المسؤول على حاجة اسمها سيلفو مونترينج او سيلفا السيسمن يعني يمكن على امارة الشرقة هتتابع وتقيم المدارس او تشرف عليها او تشوف الوضع ازاي على مستوى الامارة كنوع من الارشاد لكن على مستوى المدرسة انا بتابع نفسي فلازم يبقى فيه برضو خطة على مستوى المدرسة تتابع التنفيذ بحيث يبقى فيه تحسين اول باول او استجابة لو حصل اي زيارة وقدو تعليق او فيه باك يبتدو يحسنه فنبقى برضو عارفين مين اللي مسؤول عن التنفيذ مين اللي مسؤول على الاشراف مين اللي مسؤول على المتابعة والتقييم علشان كده لازم يبقى فيه مدير المدرسة في الصورة ضابط الاتصال او مسؤول الفوكال بيرسون يبقى في الصورة فنبقى عارفين مين بعد كده هيبقى مسؤول عن التقلييم ويستحسن يكون الطلبة برضو من ضمن الناس اللي هتشرف ومن ضمن هيتابعه ليه بقى؟ لان بيحسوا ساعتها بالأونرشب انا دلوقتي بحافظ على ده وبتابعه لان انا ساعت في تنفيذه او ساعت في التخطيط لي فبيحسوا ان الموضوع ده بتاعهم يعني مش بس ان هم مطلقين الخدمة وخلاص لقدم نشاركين فيها طيب دي بالزبط بالزبط دي بالنسبة للكور الانديكيتورز او اللي هي الحاجات الاساسية في حاجات ضفناها بالنسبة للامارات زي مثلا ان السلامة الصحية ان من ضمن السياسات اللي موجودة على مستوى المدرسة بتضمن السلامة الصحية ان لازم يبقى فيه اه اه مع اللي جان والقيادات اللي تعملت دي نحرس على ان يبقى فيه لجنة للسلامة الصحية ولجنة لسلامة اللي هي البيئة المدرسية ودول طبعا احنا لا يتعارض خالص مع اللي احنا كنا بنقوله لان ده الريدي موجود من ضمن الكريتيريا ويبقى فيه زي قرارات للسلامة زي سلامة المباني الخزانات الكهرباء الصيانة اه ان احنا هنا طبعا الامارات عشان الحر تكييف تنظيمي في الفلاتر التهوية الاضاءة في الفصول كل ده لازم نبقى معمول حسابه لما نيجي نناقش الاولويات والتخطيط ويبقى فيه اه اه parce اه 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 مدارس اه اه شايفة شفت فيه مدارس فيها اه اه؟ اه 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 اللي ممكن اه 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 يتعمل ما عليش انا هفصل البنت ان كل شيء بيجيلي ايميل يعني شعايزة أخيلك برضو لو المية تقطعت عن المدرسة لو لا قدر الله حصل عدوى قدينا شفنا كوفيد جات فجأتنا كلنا فجأت كل العالم وبقينا يعني يعني ديتنا دلوقتي خبرة يعني رب ضرة النافعة دلوقتي عارفين لو حصل أي حاجة تفايفية التصرف ازاي فبنبقى محددين اللي ممكن يحصل في مثلا احنا بنبقى حاطين ده لأن لقدر الله زلزال ساعد بيحصل أمطار وسيول كل الحاجات دي لازم يبقى محاطين الرزق طب بنحط الرزق بناء على ايه بناء بناخد آخر خمس سنين مثلا ايه الحاجات اللي حصلت فبنبقى عارفين الحاجات اللي حصلت وممكن تتكرر فبنبقى عارفين كيفية الاستعداد لها فدي المؤشرين دل او المعيارين دول حطناهم على اساس ايه اللي ممكن حصل انا يمكن شفت من شهر تقريبا كان حصل هنا في الشرق مطر وهوى جامد جدا فده لو كان حصل مثلا اللي قدر الله وقت خروج مدارس كان ايه حصل ايه لأ كنا هنحجز الولاد جوه مش هنطلعهم لغاية من المطر اتهدى يعني يبقى فيه استعدادات فيه حالة لو حصل حاجة زي ده ساعات عواصف طراضية يعني المهم من الحاجات اللي حصلت اخر خمس سنين يشوف ايه هي عوامل الخطورة اللي ممكن تحصل فبالتالي نبتدي نحط لها خطط استعدادات وممكن يساعدنا فيها الدفاع المدني دول عندهم خبرة اكتر ويمكن عندهم استعداد اكتر تقييم المخاطر تقييم المخاطر انا اعمال اشوف الرسك بالعربي تقييم المخاطر صح طبعا احنا حطينا يعني زي معايير اضافية دي بقى اللي هي بتبقى يعني لو حد عايز يعني يستزيد يعني احنا حطينا الاول الاساسية الملزمة وفيه بعد كده اللي هي الخاصة بالامارات وفيه حاجات اضافية فدلوقتي دي خطة المدرسة بنحاول نحطها بعد ما قيمنا الوضع بنحط لها هدف انشطة مين اللي هينفذ المدى الزمني لان احنا لازم نبقى عارفين هنمشي على ايه ايه الموارد اللي احنا محتاجينها سواء هنوفرها من قطاع تاني او من مدرسة تانية او كده ومين هيبقوا الشركاء معانا هل اولياء الامور هل هيبقى وزارة تانية ادارة تانية قطاع خاص جمعية اهلية دول اللي ممكن يبقوا معانا ومين اللي هيبقى مسؤول عندها وان ليه بقى لانما نيجي في التقييم ونلاقي حاجة ما تنفذتش لازم نبقى عارفين مين التقصير جي منين يعني الحاجة المحددة وهنشوف هنعملها امتى وازاي دي هستساعدنا في التنفيذ وهتساعدنا في المتابعة وهتساعدنا في التقييم دي بقى زي ما حضراتكو قلته طبعا ما هنيجي نراجع المدرسة او هنيجي نقيم دي من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في مراجعة ورقية في مراجعة بتبقى بالملاحظة وفي مراجعة باستبيان دي من ضمن الحاجات اللي لازم نشوفها ونراجع هالخطة دي محتوطة ولا لا طيب القيادة المدرسية ده الستاندر الخاص بيها لازم يبقى فيه مجلس زي ما احنا قلنا على مستوى المدارس بيتقابل بصفة دورية وده بنشوف طبعا لما بنيجي نعمل تقييم او متابعة بنيجي نقولهم طب بدون تشكيل المجلس دوا متكون من مين طب هل كل واحد دوره واضح فيه ولا لا طب لو بتجتمعوا فين محضر الاجتماع دي الحاجات اللي احنا بنشوفها في التقييم فمثلا هل ممثل فيه أولياء الأمور ولا لا هل ممثل فيه الطلاب ولا لا هل معاكو شراكة مع مدرسة تانية او قطاع تاني ولا لا وطبعا لازم يبقى الدور بتاع كل حد واضح ولازم يبقى فيه أولياء الأمور أو يعني الأب والأم أو لو يقدر الله الأب أو الأم منفصلين أو حد فيهم مش موجود يبقى فيه مثلا الجدة أو الجدة عشان كده احنا ضفناها لأن مرات بيبقى الأب مش موجود أو مسافر أو كده لازم يبقى فيه حطينا اللي هم البديل ليهم ولازم طبعا لو احنا هندرج الأطفال وخاصة اللي تحت 18 سنة فأي لجنة من دول لازم طبعا يبقى فيه موافقة ولية أمر عشان ما يبقاش مثلا الأسرة تقولك انتو حطتوه في اللجنة لا احنا ما كناش عاوزين يعني أي طالب هيدرج فيه الليجان دي لازم يبقى فيه موافقة أولياء الأمور ولازم كمان مجلس الأباء يكون حد فيهم ممثل في المجلس ده عشان يبقى القيادة مش بس من المدرسة القيادة من المدرسة والمدرسين وأولياء الأمور والطلبة ولو فيه مثلا حاجة زي كوميونيتي ليدر أو مثلا منطقة اسمه ايه؟ لا مش سامعة لا مش فهمة ما سمعت تنفيذي أمل وسلامة آه تمام آه ده بيبقى خاص بك هيا تفايل آه ادرسلة طيب أنا معي شاحن بس هنوصلوا ممكن هنا طبعا مسؤول الأمن والمدرسة السلامة ده لازم يبقى ممثل أو يعمل لجنة يعني هو مش بس هيشتغل لوحده لازم يعمل فريق معاه يكون معاه حد من الطلبة لأنه هو مش هيلف في المدرسة طول النهار ويشوف لازم يبقى فيه حد من المدرسين أو الأخصائي الاجتماعي معاه ويعمل فريق من الطلبة بحيس يبقوا هم معينه اللي هيشوفوا بيها في الفصول في المعمل في الحاجات دي بحيس انه يبقى حتى الرسائل الخاصة بالسيفتي ممكن هم يساعدوه في نشره وطبعا احنا زي ما قلنا لازم أولياء الأمور يبقوا ممثلين ولو الطفل مثلا هيبقى فيه في لجنة من اللجان أو هيشارك في الأنشطة ما ننساش أن موافقة ولاي الأمر لازم مهمة عشان ما نخشش في أي مخالفة وطبعا لازم يبقى فيه كمان وسيلة لجمع الرأي يعني احنا مثلا دلوقتي عملنا نشاط معين طيب هل النشاط ده لقى استحسان لبقية الطلبة ما احنا عندنا فيه منهم ممثلين في اللجان لأ ممكن يبقى فيه مثلا آلية ممكن يقولك اه احنا عاوزين الرحلة دي كانت كويسة بس عاوزين لمكان تاني النشاط ده كويس بس لو بعد الدهر يبقى أحسن يعني يبقى فيه دايما وسيلة لجمع الفيدباك عادة بيحطوا زي صندوق كده للإقتراحات للشكاوي للكده فنعلن مثلا في الطبور الصبح يا جماعة احنا عاوزين نعرف رأيكم في النشاط اللي تم مثلا الأسبوع اللي فات يا ريت تقول لنا رأيكم او بلاش كده لو ادينا حاجة للطلبة في السلوك ممكن نعمل بعد كده اجتماع بعد التنفيذ بفترة مع أولياء الأمور لنقول لهم هل لا حستوا في البيت فعلا غير السلوك ده ولا لا نبقى احنا دايما نجمع الفيدباك عشان قياس الأثر حلوة ممتاز ممتاز نستغل الآليات اللي موجودة دي بحيث ان هي تساعدنا حتى ممكن لو لقينا فيدباك جي ممكن نحسن الخطة يعني ممكن مثلا في حاجة نزود عليها حاجة نزودها طالما عجبتهم حاجة مثلا كان عليها ملاحظات ناخد بالنا منها وطبعا لازم القائدين او القائمين على التنفيذ نعمل لهم تدريب بصفة دورية عن التقييم والقياس لان احنا قلنا هيبقى فيه تولز معينة هنستخدمها فلازم يدربوا على استخدامها من قبلها سواء تشيكليست سواء استبيان سواء هنعمل زي فوكس جروب او الليل مجموعات البقرية ازاي يعملوها لان ممكن احنا نعمل مثلا مجموعة بقرية مع الطلبة نقول لهم لو تحبوا نعمل لكم نشاط تحبوا النشاط ده او مواضيع توعية تحبوا على ايه كل دي ممكن ندرب عليها الناس يعملوها ازاي اه برضو زي ما قلنا في كل حاجة لازم يبقى فيه آلية للمتابعة والتقييم وتجميع الفيدباك وحاجة مهمة جدا في الانشطة او السلامة والحاجات دي ما ننساش الترانسبورتيشن يعني احنا بنتكلم على البيئة المدرسية كبيئة ما ننساش كمان دواعي السلامة لو فيه للمدرسة باسز يعني ندرب برضو السائقين على السلامة لان ممكن مثلا الطفل هو نازل يقع وهو طالع كده يتزحلى يسيبه الشباك مفتوح والتكيف شغال او يبقى التكيف جاي على الاطفال لحد لو عنده صدر و تعبان او كده فلازم برضو المشرفين على البساط دول نحطهم في اجراءات السلامة فلازم برضو الحاجات دي الصيانة الدورية للسيارات كل الحاجات دي تبقى في الحسبان ممتاز يعني بنعتبر البس ده جولة مزئم البيئة المدرسية زي ما فيه عوامل سلامة وعوامل اه 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 بدا اختباعها مرات في الاجتماعي مرات في الاجتماعي مرات في الاجتماعي تبقى تبقى في الاجتماعي لأ خالص لا خالص فبنعتبر ان باس المدرسة ده جزء من البيئة المدرسية ولو فيه مثلا مكان بينتظروا في اولياء الامور اولياء الامور بينتظرهم لازم مثلا يبقى الجزء ده مظلل يبقى فيه مثلا لو هنعمل تشجير برضو لان المنسب همش يتلطعوا في الشمس مثلا او حاجة فلازم ناخد بالنا من كل الحاجات دي يعني البيئة المدرسية مش شرط البيئة اللي موجودين فيها داخل المباني لا كمان طالما فيه الزهاب والرجوع من المدرسة ولو جملنا حوالين المدرسة ما هي برضو المدرسة جزء من الكميونيتي جزء من المجتمع فبالتالي دوا بيبقى فيه عوامل السلامة زي مثلا اشارات لعبور الشارع الحاجات دي كلها وخاصة لما بنوصل للمحاق السنوي اللي هم ممكن يروحوا لوحديهم او لو الجو حلو بيركبوا عجل كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها طبعا فيه فديا مفيش حاجة خاصة بالامارات لكن فيه الديشنل او اللي هي المعايير الاضافية اللي هي لازم توزيع الادوار يبقى بصورة عادلة يعني ما نجيش مثلا لجنة من اللجان يبقى حد منهم ساعات بيبقى فيه حد نشيط كده وواعد فنيجي نقوله ايه انت كويس بتنجز خد انت الدور ده انت كويس بتنجز خد انت عمل ده تلاقوا في الاخر هو اللي عليه كل حاجة يعني شادحكم زي لمبي كده اما كان في الفيلم اللي هو الحرب بطلتي ولا يعني ما يبقاش هو اللي عليه كل حاجة على اساس ان هو شاطر وبينجز لا لازم اللجنة كلها كل حد يبقى عليه دور كل حد ليه مسئولية مش عشان حد شاطر وبينجز نرمي عليه كل حاجة او معلش اصلا انا عندي تصحيح ورق انت معلش يعمل ده لأ كده هنحس بعدم التفاق كافق وهيبقى هيتحول الموضوع لحمل فاحنا عايزين كل حد يعني اما نيجي نوزع الادوار صحيح برافو عليك دي نقطة مهمة جدا لكن ده لا يمنع ان احنا لو شفتنا حد يعني مش متوسنين فيه اوي وحطناه مع الفريق ده ممكن يتنشط ممكن يحصل المنافسة حميدة ويبتدي يشتغل يعني بس المهم نكون حاسين ان ده هيجي منه نتائج لكن ما نجيش نحط حد مجاملة مثلا او عشان دور ما يبقاش مش محطوط ونلاقي اللي بيتنفذ شغل في النهاية اتنين او تلاتة منهم فايحس يقولك طب انا علي ده من ده بايه وحتى في الطلبة ممكن الطالب حتى لو طالب خجول او كده مش نستثنيه لا نحطه يمكن ده ينمي شخصيته بالزبط بالزبط ممكن يبقى مهارته ممكن يكون خجول وما بيحبش يتكلم لكن شاطر في الكمبيوتر يعمل لنا يصمم لنا حاجات فنحاول ان احنا نحطه ونوزع الادوار بطريقة فير بطريقة عادلة ما يبقاش حد ايه عشان بينجز نرمي عليه كل حاجة وبرضو ونشوف المقدرة يعني برضو لو مدرس عنده عدد حساس كبيرة نحاول يبقى فيه توازن في الامور برضو لازم يبقى كل المعلومات او اذا حصل تحديث لاي حاجة او اي تدريب بنكون سدر او ناخد في الاعتبار دول لانه كل ما هنسقل خبراتهم ومهاراتهم هيبقى نوع من الاستثمار حتى الطلبة حتى لو كبروا وسابوا المدرسة وانتقلوا المرحلة مثلا سنوية او مرحلة جامعية هنلاقيهم هما نفسهم خلاص بقى عندهم القدرة على العطاء وممكن الاستفادة منهم في مجال اخر بالنسبة للستاندرد ده اللي هو الشراكة المجتمعية زي ما احنا قلنا المدرسة دي جزء من المجتمع مش بس عشان المدرسين اعضاء هيئة التدريس او العاملين او الطلبة ليهم اسر جزء من المجتمع لا ممكن يبقى لهم دور للمجتمع اللي محيط بينهم يعني مثلا شفنا في بعض البلدان المدارس شجرة الحي يعني عملوا مثلا يوم زرعوا خدوا من الزراعة شتل الميت شجرة وقاموا بتشجير الحي اللي هما الحتة المحيطة بالمدرسة عملوا مثلا امشطة توعوية كل الحاجات دي ممكن يشاركوا فيها لو جنبهم نادي او جنبهم حاجة يعملوا مسابقات رياضية فبالتالي في الشراكة المجتمعية ومش بس يعني زي ما قلنا ممكن من خلال اولياء الامور يمكن اتكلمنا على السكر بين الطلبة لا ممكن يكون كمان التوعية بيبقى لهم دور يعني مثلا ممكن طفلي بقى معاه شوكولاتة وجده او جدته عايشين معاه في البيت وعندهم سكر ويقولوا مثلا هات الشوكولاتة بيروح نديله فبالتالي هو ضر جده او جدته من غير ما يعرف فلكن احنا لما نسقله بالمعلومة ونديله المعلومة دي ده ساعات حتى البنات في السنوي لما بندلهم اهمية الرضاعة الطبيعية بتشجع امها او خالتها او كده ان هما يردعوا طبيعي يعني اصدقون ان كل ما بنغرز فيهم معلومات صح ومهارات صح بنفيد الاسرة بتاعتهم على كافة المستويات اشتركوا في القناة بالزبط 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 والبرارات والدعاية ان هما يبتدوا يبقى فيه تعاون مع الاسر مع الاسر عن طريق زي ما قلنا اولياء الامور ممكن يبقوا ممثلين في اللجان مع اللي احنا قلنا اتكلمنا عليهم ممكن برضو يبقوا مشاركين في التخطيط زي ما احنا قلنا لما بنحدد الاحتياجات ونيجي نحط الخطط الكل اللي يازم يشارك فيها ممكن اولياء الامور يشاركوا فيها لان مثلا في التخطيط ممكن يقولوا دولنا وجهة نظر احنا ما كناش عارفينها لان هما عارفين الاطفال بيتصرفوا ازاي على مستوى المنزل فممكن هما يشاركوا في التخطيط ممكن يبقى نعمل لهم كونسلتيشن او استشارة دلوقتي لو عملنا النشاط ده تفتكروا ولادكم ممكن يشاركوا فيهم برضو قادرة بميولهم ممكن مثلا الشراكة المجتمعية ما نيجد نبني ممكن اولياء الامور يساعدونا في الشراكة دي لان هما اولياء الامور ممكن يكونوا بيشتغلوا في مكان يسهلوا التواصل يساعدونا في بناء الشراكات زي ما قلتلكم مثلا المدرسة اللي انا دربت مثلا ان هما كانوا اولياء الامور ساعدوا ان مثلا في شركات معينة طورت لهم الحمامات في المدرسة او دورات المياه فبالتالي ممكن برضو يبقى لهم وجهة نظر برضو ما قلنا مثلا ممكن يبقى في الخدمة المجتمعية ممكن يكون مجتمعك كل بيعاني من حاجة معينة وهنا مثلا شفت حاجة ظريفة جدا برا المدارس سندوق بيجمعوا في الملابس بدل ما يرموها او كده بيحطوها فيها والمحتاجين ياخدوا منها في رمضان مثلا ممكن عشان الاكل اللي فايد يبقى للعمالة كل الحاجات دي اولياء الامور لو عرفوا بيها هيساعدوا ويجمعوها او يمدوا الاطفال بيها بحيث ان هما يتبرعوا بيها زي ما قلنا برضو ممكن في اتخاذ القرارات ناخد رأيهم برضو ممكن في الاستعداد للمخاطر الحاجات دي زي ما احنا قلنا بنقيم المواطن الخطورة ونبتدي نستعد لها على مستوى المدرسة طيب ما احنا مثلا لو هنتعاون مع الدفاع المدني ممكن نعمل لدوات لأولياء والامور لان المنازل برضو فيها مواطن خطورة فيها لقدر الله ممكن يحصل ماس ممكن يحصل اي حرائف ممكن حتى ما يكونوش بينظفوا فلتر التكييف بصفة دورية لو في منازل فيها حمامات سباحة اجراءات الامن ايه فممكن نستدعيهم ونبتدي نخلي الدفاع المدني يدلهم توعية بحيث يبقى الطفل في بيئة امنة سواء على مستوى المدرسة او على مستوى المنزل طبعا بالنسبة للمعايير الاضافية زي ما احنا قلنا لما بنيجي ندمج الطلبة بيبقى فيه زي يعني تقوية للشخصية ونخليهم نفسهم يبقوا ادفوكتس يعني يبتدوا يقاملوا دعاية للموضوع مثلا احنا لو كلمنا مع التغذية السليمة ييجوا مثلا في البيت لأ يا ماما ده مثلا مش مضر لا بلاش ييجوا حتى ما يجوا يخرجوا ودل ما يشبطوا في الفاست فود يكلوا اختيارات كويسة كل الحاجات دي بتبقى يقدروا هما نفسهم يوعوا في اعلى مستوى البيت اخوتهم برضو الستاف ما ننساش ان برضو الستاف دول جزء من اسر يعني احنا المدرسين لما نوعيهم بحاجة ما هم هيروحوا برضو في البيت يطبقوها لأسرتهم يعني احنا بنضرب مش عصفرتين بحاجة بكازة عصفورة بحجر واحد يعني احنا كل ما بنغرز في هيئة التدريس او في العاملين او في الطلبة حاجة انتو بتغرزوها في شخص لكن بعد كده بيخرج بيغرزها في اسرة والاسرة بتغرزها في مجتمع فبالتالي احنا بنخلي المجتمع ككل مجتمع صحي طبعا ناخد بالنا زي ما احنا قلنا ما نيجي نعمل اي شراكة او اي كولابوريشن بلاش التوباكو اندستري اللي هي شركات التدخين او مثلا بيبسي او اندومي زي ما حضرتك اشارتي فكل الحاجات دي ناخد بالنا منها في الشراكات لان هما بيبقى لهم هدف اخر لكن مثلا لو انا شفت مرة مسابقة شركة مثلا بتعمل مكان اهوة قدمت جايزة ماشي دي اهوة مفيش مشكلة لكن ما نجيش ان احنا نعمل شراكة مع من المنظر الحاجات اللي هي منتجاتها ضرة اللي هي مثلا المشروبات الغازية الاكلات الغير صحية او مطعم معين كل ده لازم ناخد بالنا منه زي مثلا لما تجات شركة نسلا اللي بتعمل سريلاك تكلم الامهات عن رضاعة طبعية ازاي وانتوا اساسا بعد كده بتقولهم ادوا من اربع شهور فلازم نبقى اخدين بالنا هما طبعا احنا دايما في الشراكات بيبقى فيه وين وين لازم الشريك ده هيستفيد حاجة واحنا هنستفيد حاجة بس المهم الحاجتين دول ما يضروش حانط طيب نيجي بقى اللي هو المعيار الخاص بالمنهج المدرسي طبعا يمكن احنا تغيير المنهج الدراسي مش يمكن يعني محتاج سلطة بس احنا ممكن نطالب بدا او لو المنهج الدراسي لقينا بيفتقر لشيء ولو ان دلوقتي الحمد لله بقى فيه تطوير للمناهج بصفة دورية واهم القضايا بتضاف النو تايم يمكن زمان كان فيه مشكلة تغيير المنهج ده كأن احنا بنفحط في الصقر دلوقتي الحمد لله المناهج بتتغير بسهولة يعني مثلا بنلاقي ظاهرة التنمر يتضاف لها حاجة بعد كده الايد من يتضاف لها حاجة يمكن بقت بالزبط النشاط اه بالزبط الحمد لله فطبعا دلوقتي بقى الامور اسهل كتير من الاول كان المنهج ده شيء يعني الواحد ما بيقربلوش لأ بدلوقتي بقى بيتطور بصورة اسرع وفيه حالة لو فيه حاجة لقتوها احتياج على مستوى المدرسة ومش موجودة في المنهج ممكن زي ما قلنا نعمل عليها مثلا مسابقة اه يوم في يوم المكتبة ده نخلي يبقى فيه قراءات منها اه نطالبهم مثلا يعملوا بحث واللي يجمع اكبر معلومات او نعملها في الطبور مثلا حديث في الصباح كل الحاجات دي وسائل تانية ان احنا نغطي حاجة لو المنهج مفتقر لها طيب هنيجي للكور اللي هي انديكيتورز هنلاقي ان لو الحاجة مش موجودة في المنهج بيبقى هيئة التدريس يبتدوا يعملوا تيلورينج يعني يشوفوا الحاجات اللي من مثلا اما بيعودوا ويعملوا تقييم معرفة للطلبة ومحتاجين يعرفوا عنها حاجة ينفزوا مادة معينة بسيطة وسهلة بحيث ان هما يدوها في الفصول او في مسابقات او في المهارات بحيث ان يغطوا كافة المواضيع او في الازاعة المدرسية بالزبط ولازم هما كمان يعني نحاول لو في حاجة لقناها في الاولويات زي مثلا مراكز التدريب او اثناء الدورات التدريبية يمكن المدرسين عندهم نوليج كفاية لكن يمكن العاملين لا يعني ممكن نستهدف بالتدريب العاملين في المطبخ او العاملين في الكافتريات عن نظافة الاكل ونظافة الايد او النظافة الشخصية ممكن العاملين مثلا على البوابات عوامل الامان ازاي ما يخلوش العيال اللي تخرج تجري من الباب بالدفاع كل او يخرجوا من غير اذن او الكلام ده كله فبالتالي التدريب مش بيستهدف بس الطلبة او المدرسين لا جميع العاملين ممكن العاملين على النظافة بتاعة دورات المياه ازاي نظافوها بصفة صحية يعني مثلا ده حتى الماب اللي هي بيمسحوا بيها دي ليها طريق يعني ما ينفعش نعملها رايح جاي لان احنا بنجيب من هنا الميكروبات ونوزعها هنا لازم تبقى في اتجاه واحد كل الحاجات دي لازم نحطها في الاعتبار ونستهدف الفئات المختلفة زي ما حضراتكم قلتوا بتدوا توعية للسائقين على الحافلات المدرسية كل الكلام ده نحطه في الاعتبار وطبعا لازم اهم حاجة ان احنا نشجع الطلبة ايه السورس اللي ياخدوا منه المعلومات لان دلوقتي بقى عندنا مشكلة السوشيال فبقى عندنا دلوقتي سورس السوشيال ميديا اللي بياخدوا منه كم معلومات ويمكن كلنا شفنا المعاناة اللي عنينا منها احنا كمنظمة اثناء كوفيد انا مثلا كان عشان مثلا قريبي عارفين ان انا شغالة في المنظمة كانوا يقولوا يطلبوني احنا سمعنا كذا كانوا بيقولولي حاجات ابداعات لانا بقولهم اللي بيطلع الحاجات دي ده عبقاري يعني جاتلوا الفكرة دي ازاي نيجي مثلا على التطعيم لأ التطعيم مش عارفة بيعمل ايه ويحطولنا شريحة ويرقبونا بيه طولهم مايرقبونا هم اللي هتطلع روحهم يعني هيفضلوا يلفوا ورايا طول النهار من المطبخ لهنا لهنا ده هم اللي هتطلع روح يعني قفز اقول لكم بتطلع اشاعات طبعا خاطئة وبتبقى عالسوشال ميديا والولاد طبعا عالت تيك توك والحاجات دي بيسمعوا فلازم نفهمهم المعلومة تتاخد من مصدر موسوق المعلومة تتاخد من مصدر صح ما نخشش على اي موقع ونقرأ اللي عليه لان ساعات بيبقى فيه اهداف خفية يعني مش بس حد كده بيقول حاجة وخلاص جات له في دماغ ولأ ده بيبقى فيه ساعات اهداف خفية فبالتالي لازم نفهمهم المعلومة الصحية ياخدوها منين ولازم طبعا مهارات التواصل زي ما قلنا لان اللي هيوصل معلومة ده لو ما عندوش مهار التواصل اللي قدامه مش هيستوعبها كويس او هيفقد الاهتمام بيها فمهارات التواصل بنديها لكل شخص هيقدم المعلومة حتى الطلبة نفسهم لو هيقوموا بتدريب القارين للقارين وطبعا زي ما قلنا طبعا المناهج الدراسية لو فيها مواضيع لازم تتدرس يعني مثلا في بعض الدول وبعض الثقافات مثلا المواضيع الخاصة بالصحة الانجابية موجودة في المنهج بس ما يدرسوهاش ليه يقولك مثلا اصل المدرس مثلا راجل والبنات بيكسفوا لأ طبما انتم ممكن تجيبوا تستعينوا بمدرسة من فصل تاني وتدي او العكس صحيح فلازم ما فيش حاجة اسمها نهملها هي محطوطة في المنهج ده مش غلاسة هي محطوطة علشان المفروض يفهموا بدل ما يحصل بعد كده مفهومات خاطئة او الحاجات دي فلو حاجة في المنهج لازم تتدرس او الادمان مثلا ساعة يقولك ايه لا احنا ما ندرسهاش من الفتش نظرهم على فكرة هما دلوقتي يمكن الكلام ده ينطبق على جيلي اللي هو كان السورس الوحيد بتاعنا التلفزيون كان فيه الاولى والتانية وانهار يعني ما تبغددنا كان فيه قناة تالتة وبتيجي في القاهرة بس فكان هو ده السورس بتاعنا يا المدرسة يا التلفزيون دلوقتي خلاص تعددت المصادر فلو ما خدهاش من المصدر الصح فيه مصادر تانية ما يعلم بها لربنا ان هي هتدي معلومات خاطئة فاحنا نبديهم من جهتنا احسن بطريقة علمية سليمة بدل ما يخدوها بطريقة خاطئة وطبعا فيه حاجات تانية ممكن تبقى تدعم المناهج يعني مثلا ما ندرس في المنهج الريسايكلينج زي ما حضرات مؤدفته النهاردة ممكن بيعملوا ساعات تحفة من إزازة فاضية انا شفت مثلا مرة عاملين حديقة كاملة من اعادة التدوير بيعملوا بيها حاجات فاضات للزرع من إطار العربيات معارض ففيه حاجات بتتعمل فاحنا ممكن لما ندرسها لهم ندعمها بنشاط مثلا زي اللي هو السماد نعودهم مثلا اشر الموز ده ممكن يتحط بطريقة معينة ونحطوا سماد للزرع النفيات العضوية اللي بتخرج من الكافيتيريا ممكن نعملها سماد للزرع زي ما قلتلكم المية حتى اللي بتفضل منهم بدل ما يرموا إزازة يحطوها في جركن ونسق الزرع كل الحاجات دي اللي بيدرسوه نرسخه لهم بتطبيقات عملية وطبعا لما بنعمل كده دايما بيبقى فيه انتر اكشن بين المدرس وبين الطلبة يعني ده بيخليهم مش بس مجرد تلقي علمي لأ ده بيبقى فيه تفاعل فبالتالي يقدر المدرس يشوف الطالب ده لو فيه مشكلة على طبيعته أو مش على طبيعته ويبقى فيه دايما على فكرة يعني المدرس بيبقى سبب ان الطفل بيحب المادة يعني انا طول عمري كنت بكره الدراسات مش بكره الدراسات عشان انا كنت بليد الحمد لله كنت في سنوية العامة من الاوالع الجمهورية كنت بكره الدراسات من المدرسة اللي كتبت الدهال كرهتني مش في الدراسات كرهتني في مرحلة ما من حياتي يعني لما طفلة صغيرة اروح لأمامته لأنا عايزة اروح عند ربنا بسبب المدرسة دي تخيلوا شوفوا بقى بالقسوة والمعاملة والتكشيرة والحاجات دي يعني انا الغاية دلوقتي ماما فاكرهالي تقول لي كلها تجيالي دولا عايزة اروح عند ربنا وانت لسه قد كده تهمنت لحقتي عشتي كنت طول عمري لغاية يعني انا دخلت مثلا علمي ونفسانة ويأكره الدراسات منها حتى بعد ما سبت المدرسة يعني وسبت المرحلة دي وروحت المرحلة تانية وبقيتش تدرسلي خلاص وفيه مدرسين حببوني في المادة جدا لا انا ما كنتش هخش قدبي كده كده بس على الاقل يعني كنت بجيب درجات حلوة في الدراسات بس اللي هو بذكرها وانا كرهاها فدايما المدرس الكويس بيحبب الطفل في المادة فما بالكوا بقى كمان انشطة بيرسموا مع بعض بيزرعوا مع بعض فالحاجات دي كلها بتزود العلاقة الجيدة بين المدرس وبين وزي ما احنا قلنا بيبقى حتى المدرس الشغال في بيئة هو حبيبها بيلاقي الاطفال معاه كده يعني ودايما المدرسين ام او اب او يعني ليهم اخوات فبالتالي بيحس بالجو الاسري فطبعا بتخلق بيئة نفسية دائمة وزي ما احنا قلنا لازم طبعا التدريب ورفع الوعي الصحي التسقيفي اللي احنا بنقول عليه الهيلف الليترسي لما بيبقى فيه وقت للانلاين او الحاجات دهيا برضو نخلي فيه بيبقى نراعي ان فيه اطفال مثلا لو ما عندهمش نبت في البيت او حاجات كده نبقى عارفين لان طبعا ايام ازمة كورونا فيه كتير اسر عانت من الموضوع ده وطبعا تحديث المنهج او بصفة دورية لان امكان او دعمه بمداخلات اخرى برضو بيبقى كويس جدا نيجي هنا للسوشيال اموشن ال انفيرومنت اللي هي البيئة المدرسية الاجتماعية والنفسية طبعا دي لازم وقلنا بيئة داعمة نفسية مش بس لاطفال للمدرسين كمان او العاملين لان دي بيئة عمل وبيئة تدريس في نفس الوقت فلازم يبقى البيئة دي نشوف لو حد مثلا عنده مشكلة او لاحظنا عليه تغير في السلوب نبتدي نشوف ده من ايه هل فيه مشاكل اسرية ساعات بيبقى لقدر الله يمكن في المرحلة السنوية بياخدوا ساعات مواد مش مش بيبقى قصدهم الادمان مرات بيبقى حد شارع اليوم دي هتخليك مسحصح بالليل وتذكر اكتر الحاجات دي كلها لازم نخلي بالنا منها وبيقلدوا بعض السجاير دي بالذات مثلا بيشوف المطرب اللي بيحبوا او حاجة بيشرب السجاير وخصوصا الفيبو الكلام ده بيبتدوا يقلدوا فلو لاحظنا حاجة لازم يتم التداخل بس مش بصورة عقبية بالتفاهم الاول ولو عارفين مثلا الاسرة جديدة لو قلنا البابا مثلا هيديله علقة محترمة لأ مفيش داعي نكون ثقة الطفل نتعامل معا الاول لان غاية 18 سنة دول اطفال نتعامل معهم الاول مش بس نروح بعتين معاه جواب واستدعاء وليه الامر والطفل بيتعرض للعنف في البيت عشان سلوك سيء عمله وطبعا التعامل في المدرسة لازم يبقى باحترام سواء الطفل يحترم المدرس والمدرس يحترم الطفل والعاملين حتى العامل اللي بينظف كل الكلام ده يبقى فيه احترام نبقى عارفين ان كل حد بيقوم بدوره فلازم نحترمه ما يبقاش فيه تنمر او تلامس احنا عندنا على فكرة في دننا يعني موضوع التلامس بالالقاط ده ربنا نهانا عنه من ايام الرسول اللي هو دلوقتي التنمر ما يبقاش حد يسمي حد اسمي يقوله لقب يتريق عليه لا ده انت مش عارفة بتلبس نظارة ده انت قلدك ده انت كلام ده كله ما نحاول نبقى نفهمهم ما يبقاش الطفل اللي بيعمل كده ناخده نعاقبه فهيعمل كده من ورانا من غير ما نشوفه لأ نفهمه ان ما ينفعشه كمال لله وحده ما احنا كلنا فينا عيوب يعني نحاول نغرز فيهم الفضيلة دي وحتى على مستوى الاسرة لان اللي بيتنمر على زميله في المدرسة اكيد بيعمل كده فخوف البيت اكيد بيعمل كده في ابن خاله في ابن عمه يعني بيبقى خلاص ده سلوك فلازم نبقى ناخد بالنا منه وبرده حتة الهاي اكسبيكتيشنز لازم ناخد بالنا منها للمحافظة على الصحة النفسية ما نبقاش مثلا على طول بنعمل الطفل ان انت لازم تجيب الفول مارك ونقل لشهر بدل ما نقول له شاطر النمرة دي كويس انت قليت دايما نبص للجانب الايجابي ولو احنا حتى حسينا ان هو بيقل نعرف ليه فدايما نبقى ما نحطوش في صراع مع نفسه ان هو لازم يبقى هيصب دايما بالاحباط فناخد بالنا ان الاحباط ده من الحاجات اللي بتخلي الحالة النفسية سيئة وطبعا لازم نردينهم دايما ثقة في نفسهم وحتى التشجيع برضو من ادارة المدرسة للمدرسين زي ما فيه تكريم للطالب المتميز ولوحة شرف للطالب المتميز يبقى برضو فيه تكريم للمدرس المتميز او المدرسة المتميزة بحيث يبقى كل شغال وهو حابب الشغل كل حد بيقوم بدوره وهو حابه وناخد بالنا برضو لو فيه تعليم عن بعد او فيرشوال برضو يبقى فيه نفس الحاجات اللي بنطبقها في الاحترام برضو نخلي منها ما يبقاش مثلا هو انت سايب المايك مفتوح انت كل مرة تعمل كده لا يعني ناخد بالنا برضو حتى في الحاجات الفيرشوال حتى في باص المدرسة يبقى التعامل كويس وطبعا كل معايير من دول هتلاقوا لازم فيه حاجتين ستين التدريب عشان نقدر نعملها والمتابعة والتقييم فيه حاجات اضافة خاصة بالامارات ان لازم يبقى فيه مثلا لو فيه توعية ضد التدخين يبقى مثلا بدل ما نحن نجيب حد ونعد نوبقه نحط مثلا اشارات ندي ندوات اللي هو زي يعني نجيب الحاجات بطريقة غير مباشرة برضو لو فيه مثلا حاجات امن وندي مثلا محاضرات لازم نحط برضو رسائل تذكيرية بحيث ان احنا ممكن الانسان ساعات بيستوعب 50% من اللي سمعه لكن هما يشوفها بصورة منتظمة بيستوعبها 100% فيه حاجات برضو اضافية اللي هي نخلي دايما فيه مثلا اثناء البريك او الحاجات دي يبقى فيه ملاحظة الاطفال بيلعبوا ازاي هاي اللي بيلعبوا كويس ولا بعنف طب مثلا نشوفهم اللعب اللي بيفضلوها ممكن تبقى ديه مدخل لتعزيز النشاط البدني فالحاجات دي كلها ناخد بالنا منها عشان نعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها ولو فيه مثلا نقدر نتعاون مع مركز او اي جهة بتقدم خدمة صحية لو فيه حد مثلا كاونسلر او اللي هما بيعملوا زي كاونسلينج يجي من فترة الاخرى يزور المدرسة يعمل لهم حاجات عن الصحة النفسية او يقعد معاهم استشارات ممكن نخليها one to one مثلا ممكن البنات في سن معين الولاد في سن معين نبتدي نعمل لهم جلسات استشارية ولو حتى يزور مرة في الشهر ممتاز ممتاز يعني احنا عندنا حتى في المنظمة بيجي لنا حد بصفة دورية بحيث ان احنا ممكن يعني لو فيه اي مشاكل او في مثلا مدير يمضيقني حتى المدرسين على فكرة مش لازم الطلبة بس ممكن الكلم بيعملوا حاجة زي ميديشن كده بس ما بيروحش طبعا يقولوا ده اشتك منك عشان ما تبقاش فبيبقى فيه ساعات حاجات يعني نقدر نعملها وكويس ان في المدرسة الكاونسلر ممتاز ممتاز طبعا لو احنا ممكن ندرب كمان لو المدرسة ما فيهاش كاونسلر ندرب الممرضة او طبيب المدرسة او حد حتى من المدرسين ندربهم ازاي ممكن يتعاملوا في الحالات دهيا وممكن طبعا لو فيه ضرورة بنشرك اولياء الامور لو حسينا ان فيه مشكلة اسرية انعكست على الطالب ده وممكن حتى مش احنا اللي نعمل لهم الخدمة الاولياء الامور ممكن نساعدهم هما اللي يروحوا الكاونسلر يعني ممكن يكون ساعات بينهم مشاكل اسرية وطول النهار بيزعقوا مع بعض الاطفال بتدهي فممكن احنا نكلمهم نقول لهم دي بتنعكس على الاطفال حاولوا تروحوا استشارات اسرية يعني حتى لو احنا ما قدمناهمش الخدمة بس على اقل نلفت نظرهم هنا بس دي المؤشر ده اللي هي المدرسة ليها كاونسلر فطبعا ممكن ناخد بالنا ان برضو الولاد اللي عندهم احتياجات خاصة محتاجين استشارات اكتر اللي عندهم تأخر دراسي شوية محتاجين اللي فقدوا الاب او الام محتاجين اكتر فيه مثلا اللي هما وساعات بيبقى العكس ساعات اللي بيبقوا شطرين اوي بيحتاجوا كاونسلنج لان بيحصل عدم توازن بين الحياة الشخصية والعلم يعني مثلا فيه اطفالت اليوم طول ما هما قاعدين مبسوط انه شاطر ومبسوط انه بيسمع كلمات مدحن لقيه طول ما هو قاعد يذاكر ويقرأ بطل يلعب فقط طفولته معاشف طفولته فدول محتاجين كاونسلنج نعم اه بالزبط لان ساعات بيبقوا ما بيعيشوش سنهم فتلاقيهم زي بالزبط مثلا في امريكا بيسمحوا للطفل اللي بيجيب جريتز معينة يخش الجمعة ده خلاص الطفل ده فقط طفولته لما يبقى طالب جمعة وهو عنده 12 سنة هيعيش طفولته امتى هيلعب امتى بالكورة هاي هي يعني البنت هتلعب امتى بالعروسة الحاجات البوت الخليفة اللي بنعمله احنا صغيرين دي حاجات دي بتبني شخصيتنا على فكرة حلوة بس ويعني ممكن احنا دلوقتي نضحك عن نفسنا بس كونت شخصيتنا فحتى الفققين دول برضو بيبقوا محتاجين كده حتى المدرسين اللي بيدوا كل وقتهم للتدريس ومش عاملين توازن بين حياتهم الشخصية والحياتهم العملية دول برضو محتاجين وبرضو الاطفال طبعا اللي هم عندهم امراض مزمنة وكده برضو دول محتاجين كونسلين لانه ممكن يبقى حاسين انه هم اقل او ربنا معاقبهم بالمرض يعني بيبقى عندهم ساعات كده افكار ممكن تجي لهم احنا ما نتخيلهاش لكن الطفل نفسه لو سمعنا منهم يعني انا عندي مثلا ابني الوسطاني اشهل يكتب بيده الشمال فكنا دايما نقعد نقوله كل بيدك اليمين علشان حرام تاكل بالشمال ابتدى يحس يعني ان ربنا بيعاقبه هو خلقني كده يبقى عايز يزعل مني وهو صغير كان يقولي كده هو خلقني كده عايز يزعل مني فلا ففهمنا انه زي ما فيه ناس بتكتب اليوم تكتب بالشمال ودي خلقت ربنا يعني برضو احنا ساعات بنقول حاجة عفويا الطفل بتكبر في دماغه او فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي طبعا هنيجي هنا برضو اللي هو الستاندر اللي هو البيئة الفيزيائية للمدرسة او بيئة المدرسة واحنا تطرقنا لها كتير اللي هي طبعا البيئة المدرسية تكون امنة ومناسبة للتعليم من درجة اضاءة لتهوية لو فيه اماكن فيها شمس لازم يبقى فيه شيدز وانا شايفة ان حتى الفناء المدرسة في معظم المدارس هنا بيبقى داخلي عشان يبقى فيه تكييف وحتى التكييفات لازم تتنظف بصورة دورية ويتعمل لها مانتنانس عشان ما يبقاش فيه اي حاجة مضرة ولازم لو فيه ادماج للطلبة اللي هما اصحاب الهمم يبقى فيه برضو عوامل امامي امامي يعني يبقى فيه اللي هي الرامس دي النزول والطلوع وفيه بيعمل لهم زي اسنسيرات لو المدرسة تسمح طبعا لازم مصادر المية حتى لو هنشرب من بوتلز بس بنتمضمض بنقسل ايدينا لازم تبقى مصادر المية نظيفة طبعا الحمامات النظافة بتاعتها الاستعدادات بتاعتها برضو الحمامات الاضاءة فيها مهمة جدا لان بتبقى الارض ساعات مبلولة ممكن الاطفال يتزحلقوا الحاجات دي كلها ناخد بالنا منها الاماكن اللي بتقدم الطعام او الاطفال اللي بيأكلوا فيها لازم طبعا ناخد بالنا وتخزين المية تخزين الاطعمة كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها ولازم يبقى فيه طبعا البيئة المدرسية لازم فيه بقى فيه اللي هي الاسعافات الاولية العيادة المدرسية كل دي نبقى عرفينها لان طبعا لازم يبقى فيه اسعافات اولية لغاية لحد ما قدر الله الاسعاف توصل او كده فلازم يبقى فيه طبعا اسعافات اولية يتتعمل للطفل لو مثلا مشتبهين في كسر من حركلوش اليد كل الحاجات دي نبقى عرفينها زي ما قلنا المعامل حتى المواد الكيميائية اللي في المعامل التخلص منها كنفايات لازم يتم برضو يا إما في الطايلت أو في أحواض معينة ما تترميش مثلا في البسكت ويجي بعد كده عمل القمامة يجي معها تحصل تلوث في مواد بتبقى مضرة زي الأحماض والزيبق والحاجات زي فبنبقى بنخلي بالنا آمنها طبعا لازم يبقى فيه أماكن في المدرسة فيها تشجير فيها واردينة حتى الحاجات دي بتفتح النفس ما تبقاش بيئة المدرسة راف كده ما فيهاش أي وسيلة استمتاع وطبعا زي ما قلنا في كل حاجة لازم التدريب ولازم المتابعة والتقييم طبعا ما بنيجي نشوف المتابعة والتقييم لازم بنشوف خطة الاستعداد للطوارق خطة الإخلاق محضوط إشارات للإخلاق وأسهم ولا لأ الحاجات دي كلها ما يبقى وخصوصا في المعامل في الأماكن إذا كان فيه ورش أو فيه الحاجات دي في المدارس الصناعية لازم يبقى فيه حتى والترانسبورتيشن أو وسيلة الانتقال لازم نبقى عارفينها الحاجات اللي ضفناها للإمارات إنه يبقى فيه إشارات واضحة عن مثلا ده مكان تفايت الحريق كل الحاجة لها إشارة يعني نبقى كل مثلا السويمينج بول فيه لها أسهم عشان ما حدش يخش مثلا لو حد نظره ضعيف يتشنكل يقع فيها كل الحاجات دي لازم يبقى فيه ليها إشارات مثلا الفود سيفتي ميجرز الكانتين التخزين مقاومة الحشرات عشان برضو ميبقاش فيه فران أو حشرات سرسير أو حاجة زي كده بيتعامل كشف دوري يعلم مسؤولين عن تقديم الطعام يلبسوا جوانتي كل الحاجات دي لازم نبقى معروفة ممتاز تمام كويس قوي ولو بيتقدم أكل مثلا صندويت شات أو حاجة يبقى عليها ليبل مثلا دي تاريخ الصلاحية الحاجات دي وطبعا لو عليها الكالوريز يبقى ده كويس قوي طبعا ده مش إلزامي بتبقى لو في حد مثلا الحساسية فيه فيه أطفال عندهم أناميا الفول مثلا أو الجلوتين فري والحاجات دي لازم يبقى معروفة وطبعا كل الحاجات دي بتبقى بنشيك عليها سواء من إدارة المدرسة أو النرس المسؤولة في المدرسة وطبعا زي ما قلنا الاستعداد للطوارق لازم يبقى فيه خطة الاستعداد للطوارق ما نجيش وقت الطوارق نبقى لايسين مش عارفين نعمل إيه وقلنا الخطة دي هنعملها بيزد على تقييم عوامل الخطورة على مدى الخمس سنوات اللي فاتوا عشان نشوف إيه الحاجة اللي ممكن تحصل طبعا التخلص من النفايات لازم يكون تخلص آمن ولو فيه سيجريجيشن أو اللي هي البسكت الأصفر الأحمر الأخضر يبقى أحسن عشان حتى نرسق في زهن الأطفال لعادة التدوير والأشياء دي وطبعا زي ما قلنا إن إحنا نرسق في زهنهم إعادة التدوير وممكن نستخدمها لحاجات في حاجات فنية آخر حاجة بقى عشان مؤخركوش إن شاء الله اللي هي خدمات الصحة المدرسية خدمات الصحة المدرسية أعتقد يعني أنتو يعني أنا عارفة من الأول كلها أقدر إن شاء الله وخاصة إمارة الشرق لإن أعتقد كان فيه قرار من سمو الحاكم إن يبقى لكل مدرسة زائرة صحية أو ممرضة إن يبقى فيه طبعا حد مدرب على مستوى المدرسة فيه مدارس ما بيبقاش بيبقى فيه ممرضة مسؤولة عن كل مدرسة بتروح أيام في الأسبوع هنا وهنا وهنا فبيتم تدريب حد من مدرسين العلوم مثلا أو الأخصائي الاجتماعي على إسعافات الأولية أو الخدمات دي بحيث إن يغطيها والممرضة مش موجودة ممتاز 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 اشتركوا في القناة لما بيكون طبعا طوارئ او حاجة او وبئيات اكيد بيبعثوا سابلمنت من الوزارة يعني هل بيبقى في ضغط يومي مسلا احتياجات بصورة ايه يعني اصابات ممكن لو فيها حالات مثلا محتاجة رعاية بيبقى فيه مثلا طلب او بيجي مثلا حد بصفة دورية يدعم النيرس اللي في المدرسة لكن احنا مثلا الكشوف الدورية والحاجات دي بيجي ساعتها تيم من المركز الصحي بيعملوها لكن هي الممرضة بتبقى على اساس لو حد وقع حد تعور او كده لو من الطلبة اللي هم عندهم سكر احاجة بمدربين ان هم يدي مثلا كده ممكن تشيك عليهم مرة في اليوم خلاص لو فيه احتياج طلبوا مثلا بحاجة تكون داعم ممكن لو فيه ميزانية تتعاقدوا مع حد تاني صحيح هنا انا حتى اللينك بتاع الكتاب المنظمة لخدمات الصحة المدرسية فيه كل التفاصيل وفيه حزمة الخدمات طبعا مش هنقدر نتطرق لها النهاردة بس ممكن تخشوا على اللينك وتشوفوا كل الخدمات على مستوى المدرسة ومين اللي يقدر يعملها هل سكول نيرس ولا الفريق الصحي من الرعاية الصحية الاولية في نطاق المدرسة نعم ان شاء الله وطبعا لو احنا فيه تعليم عن بعد في بعض الاوقات نظرا لأي ظروف لازم ناخد برضو قبلنا ان فيه ممكن ندي توعية صحية لو فيه طلبة في المدرسة عندهم سكر او ده نتابعهم حتى لو فير شوالي بالتليفون عشان نتأكد من سلامتهم او اصحاب الهمم بالزبط ممتاز وطبعا نتأكد ان احنا كدابلوترو عاملين مثلا حزمة خدمات عاملين كده بس لازم يبقى فيه موأمة للمتطلبات الوطنية يعني مثلا زي احنا هنا ضفنا حاجات خاصة بالامارات لان المتطلبات الوطنية بتتطلب كده ممكن طبعا كمان بنزيف الخدمات اللي هي ندرب على الدعم النفسي الحاجات دي مش بس الصحي مش بس المراضة الممرضة ايضا مدربة على التقوير النفسي لأن يكون فيه توجه فانه هو والضيط هو ما تقوير للخصائي النفسي او انه مهم جدا ندرب الممرضة والاخصائي الاجتماعي والمدرسين لأن المدرسين على تعامل يومي مع الاطفال ويقدروا يعرفوا اي تغير وطبعا لو في اي حالة طارقة لازم برضو بنعمل لهم سابورت خارجي على اساس يبقى فيه دعم نفسي ومعنوي للمدارس ويمكن زي ما تفضلت الدكتورة ايمان وقالت ان ممكن بعض الجمعيات الاهلية او القطاع الخاص بيدعم مثلا اذا كان فيه غير قادرين على بعض الادوية او كده ممكن جهات يتم التنصيق معاها عشان يدلهم الخدمات اللي ممكن ما حولنها وممكن حد من قسارهم على فكرة اي ممكن نلاقي طالب متضايق والدته تعبانة ممكن مش قادرة تعمل عملية نقدر احنا كمدرسة يبقى لنا دور اجتماعي خاص ان احنا نوجههم مش شرط ان احنا نعمل بنفسنا بس على الاقل نوجههم وطبعا زي ما احنا قلنا لازم المتابعة والتقييم هنلاقي كله بيتضمن التدريب والمراجعة والتقييم وبرضو طبعا التغذية المدرسية زي ما احنا قلنا مهمة قوي المتابعة والتقييم بتاعتها عشان نقدر نتأكد من سلمتها ومن متطلباتها الصحية يعني الكالوريز ما تبقاش حاجة ولو اطفال بيجيبوا اكل من البيت لازم برضو نبقى متأكدين ان بيجيبوا اكل صحي ما يكونوش بيجيبوا حاجة مثلا تسبب سمنة او حاجة احنا حتى يعني ممكن يكونوا حطوها في اللانش بوكس من بالليل ونسو يحطوها في التلاجة فتكون خسرته الطفلة ما يكلها يتعب لازم برضو نتأكد منها وخاصة في رياض الاطفال لازم المشرفة او المدرسة تشيك الاكل اللي جاي معاهم او كده ولو موجود في المدرسة طبعا المدرسة بتبقى ليها نظام متابعة لحاجة زي كده هنا في حاجات تم اضافتها خاصة بالامارات ان لازم يكون لكل طفل ملف صحي او لكل طالب ملف صحي في العيادة الصحية ليه لان لو قدر الله لو حصل اصابة وحاولناه مستشفى بنبعت معا الملف الصحي بحيث لو فيه اي تاريخ مرض يبقى عارفين وخاصة الاطفال اللي هم عندهم حساسية عندهم سكارية عندهم اي مشاكل او من زاوي الهيمن فنبقى الملف الصحي او حساسية من بعض الادوية الملف الصحي بتاعهم بيروح وهم رايحين بحيث نتجنب اي مضاعفات وطبعا الفيرست ايد بوكسز اللي هي تكون متوزع للاسعافات الاولية ويكون مكانها معروف يعني ما نبقاش نعود بقى ندور ونفتح نلاقيه فاضي طب محدش حط فيه ليدا ناقص نبقى على طول متأكدين انه هو موجود ومليان وندرب المدارس ونتوقع حضراتكم وقلتوا على اللي هم المسعف الصغير وخاصة لما حاجة بتتحشر في زورهم ازاي يطلعوها لان دبعا بيبقوا بيمدغوا البانا وبيجروا او بيلعبوا يروحوا يشنقوا او كده نبقى احنا نقدر يتصرفوا في وقت ساعدها فيه طبعا معايير اضافية اللي هي لازم يكون فيه حلق التواصل بين هيئة التدريس وبين النيرس او اللي هم الفريق الطبي اللي بييجي لان زي ما قلنا ممكن المدرس يلاحظ حاجة على الطفل ان هم اكثر احتكاك معاهم مثلا بنلاقي فيه اطفال ظهرت لهم حركة عصبية او يبربشوا مثلا او يتأتأ في الكلام ده معناه ان فيه حاجة حصلت الطفل ده فممكن هم يلاحظوا يبتدوا ينقلوها للفريق الطبي او للممرضة الموجودة في المدرسة يبتدوا يشوفوا ايه السبب في حاجة زي كده برضو لازم يكون فيه كلينك وبعد المدارس يمكن كنت بحكي لكم على الفايوم بعد المدارس مكانش فيها كلينك لان ما كانش بيجي لهم ما عندهمش سكول نيرس كان بيجي لهم بس كل اسبوع حد من السحة المدرسية فضوا قوضة قوضة المدرسين ديقوها شوية وفضوا مساحة وعملوا عيادة ليه بقى حتى لو ما فيش حد ممرضة او نيرس موجودة كل يوم بس على الاقل فرضو حد وقع وتعور لازم يخش مكان نظيف نعقم يتعامل فيه او كده لقنا الطفل بيكح واستدعينة ولي الامر او ابتدى يظهر عنده مثلا جديري لازم يبقى فيه مكان يتعزل فيه لغاية ما يجيوا حتى اولياء الامور ياخدوه فلازم يبقى فيه كلينك حتى لو مش موجود بصفة مستمرة كل يوم لازم يبقى فيه موجود كعيادة مكان للعيادة المدرسية وطبعا لازم تبقى نظيفة ومعقمة وملاية مخصولة او فيه حاجات الدسبوزبل دي تبقى احسن عشان الانفكشن كنترول وكل الحاجات دي حسب الستاندرز بتاعة وزارة الريكورد الالكترونيك وممكن يتبعت او ورقي يعني المهمة على حسب امكانيات او سياسة المدرسة وطبعا الريكورد دي بقى فيها التطعيم فيها زي كان فيه كشف نظر فيه كل الحاجات دي عشان نقدر نتابع الحالة وطبعا كمان ما نستسناش حقيقة التدريس من الرعاية الصحية يعني برضو ممكن نتواصل مع المركز الصحي ويعمل زي ما بيعمل كشف دولي للطلباء يعمل كشف دولي للمدرسين النظر الوزن الحاجات دي كلها لو فيه زيادة وزن بين هيئة التدريس يعمل لهم برامج نوجيههم لعيادات تغذية فكل الحاجات دي يعني نعتبرهم برضو كجهة عمل صحية برضو يبقوا مدرجين فيه الرعاية الصحية او كشف الدول وطبعا لو فيه امكانية ان احنا نحط ميزان جهاز ضغط عشان برضو المدرس لو حاسب صداع او حاجة فيه حاجات بتقيس عشان السمنة البي ام اي اللي هي الكتلة ونشوف هل فيه سمنة ولا لا عشان نوجيههم كل الحاجات دي الازمة الديابيتستستو كل الحاجات دي كل ما نقدر حتى لو جات لنا الاجهزة دي تبرعات او من جمعية اهلية لو نقدر نحطها في العيادة يبقى احسن طبعا الهالث اليترسي او التسقيف الصحي مهم جدا لكل المدرسة واولياء الامور زي ما احنا قلنا ممكن طبعا حتى الستودنس لو هم عملوا بنفسهم مواد اعلامية وتسقيف صحي ساعد بنعمل مسابقات احنا حتى كمنظمة في الايام العالمية زي يوم مثلا اليوم العالمي للتدخين الحاجات دي بنعلن عن مسابقة وبيقدموا من البلدان بنبدلهم جاهزة احنا نحطها على الويب سايت ونقول اسمهم يعني نميديش فلوس او حاجة لان احنا كمنظمة ما نقدرش نعمل كده بس على اقل تكون الطفل ينزل رسمة بتاعته او نحط له اسمه بيفرحوا بحاجة زي كده برضو ممكن نعملها ونخليهم هما اللي يبدعوا في الحاجات دي وطبعا لازم يبقى فيه فلو ابيعن احنا دلوقتي حطينا وشفنا السمنا والحاجات دي طيب لازم نعمل متابعة ونشوف تحسنته يا لأ عن طريق كشف دوري او مسابقات مثلا مين اللي هيقدر ينزل وزنه او لو فيه اناميا العكس ساعد بيبقى سوق التغذية اقل مش انه هو تخنان لا ساعد بيبقى اقل نتابع برضو فيها النحافة الشديدة دي من اعراض ممتاز وحتى مثلا برامج التوعية او الوصفات الصحية الحاجات دي ندرك فيها الاهل لان ممكن الاهل احنا يساعدوا الطفل يرسخوا الفكرة في زهنه ويبقى عوامل مساعدة طبعا دي بعد كده المصادر وطبعا الاهل كمان ندرجهم مش بس في الحاجات الصحية الفود سيفتي اللي هي سلامة الغذاء اللي نحط في التلاجة الحاجة ما تقودش في التلاجة اكتر من قد ايه مكافحة الحشرات الحاجات دي كلها برضو نوعي بيها الاهل ويبقى فيه نظام متابعة في المدرسة وفي البيت كمان دي اللي هي المرجعيات اللي احنا حطينا منها المعايير سواء اللي خاصة بالمنظمة او المعايير الاضافية واللي خاصة بالامارات اسفة لو كنت قطلت عليكم ولو في اي سؤال فضلي اي سورة ممسكة اي سورة اي سورة اي سورة اه شكرا احبوركم اليوم وكشريكم اليوم وسوعهم تبهون مرة استروا هذه الوقت ابتحظة للغاية الوقت الوقت الحالي بعصان للهد و الوقت الساعة ليрутنا المدارس أحبنا أن تبقى وهم لا يمكن أن تبقى مرة أخرى تبقى مرة أخرى؟ نعم 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 سوف تفسير المدارس camino حسن نعم 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 شكراً لكم. ترجمة نانسي قنقر 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 والمدرسين نفسهم يعني زي ما بتسألي المدرس كمان ايه تقدر تشوفه على الطفل يخليك تعرف انه هو عنده مشاكل نفسية او اسرية بتسأليه هو نفسه شخصيا هل حجم العمل بيتناسب مثلا مع الوقت اللي بتقعده ولا بتحس بضغط هل بتضطر تشتغل في البيت ولا يعني بنقدر نسأل اسئلة فيه انترفيو كويشنز احنا بنبقى هنشاركها معاكم ان شاء الله بتقدروا تعرفوها فبنبقى فيه جزء ملاحظة لبيئة المدرسة عموما مفرحة كده وتشيرفل وبيبقى فيه حاجات انترفيو مع المدرسين والطلبة واولياء الامور بنشوف مثلا بيعملوا رحلات ولا لأ بيعملوا انشطة ترفيهية ولا لأ كل الحاجات دي بنقدر نعرفها بنقيم بيها لان دي بتدينا فكرة عن نوعية الدعم النفسي والاجتماعي اللي ممكن المدرسة دي بتاخده او اللي عاملين فيها والطلبة بياخدوها ولا لأ بالزبط ده سؤال مهم جدا تقييم الاثر تقييم الاثر بيبقى له كذا طريقة اول حاجة تحليل الوضع اللي عملتيه في الاول خالص وعلى اساسه شفته الفجوات والاولويات اللي هتشتغلوا عليها بيتعاد تاني بعد مثلا سنة او في العام الدراسي اللي بعده ونشوف هل فيه تم تحسن ولا لأ بعد كده بنشوف فيه النتائج التعليمية اتحسنت ولا لأ هل فيه حالات فعلا كان عندها مشاكل تم التعرف عليها وقحيلت لليفل اعلى سواء صحية او نفسية ولا لأ فكل الحاجات دي بتتم المتابعة الهيلف اللي تريسي احنا يمكن حتى كنا بنتكلم براح على احنا عندنا ميجر من تول للهيلف اللي تريسي بنقيمها في بداية التنفيذ وبعد كده بنقيمها تاني سواء لهاية التدريس او الطلبة بنشوف فيه تحسن معرفي حصل ولا لأ السلوكيات تغيرت ولا لأ هل فيه حالات مثلا سوء التغذية تم التعرف عليها تم تصلحة فكل الحاجات المؤشرات سواء المؤشرات الاوتكم بنشوف هاتحسنت ولا لأ وتحليل الوضع كله ما بيتعاد بنلاقي فيه تحسن في الوضع المدرسي والدرجات بتاعة الطلبة او الرانك بتاعه بالزبط بالزبط ممتاز ممتاز لا هو إحنا كتبنا إحنا أنا قلت في الأول طبعا ما تقروها لأن طبعا إحنا قلنا مش هنقدر نستوعب كل دلوقتي في حاجات كور دي لازم تبقى موجودة وفي حاجات خاصة بالإمارات دي برضو المفروض تكون موجودة بس لو مش موجودة مش هتأثر زي الكور وفي حاجات قدشنل القدشنل دي اللي هي الاستزادة زي ما بنعمل فالوزن حتى أنا حتى يعني سكورينج بس إحنا قلنا مش هنستعمل لسكورينج في الوقت الحالي لأنه شوية سبجيكتف يعني أو تقديل لو مستوفى فيه تلاتة بياخد تلاتة للكور الإمارات بياخد اتنين الأدشنل بياخد واحد فكل حد من دولي وزن ففي الكور ده لازم يبقى موجود حتى إحنا لو قلنا تمانين في المية لابد إن يبقوا مش في الكور يعني فيه إحنا ممكن نعمل في التانين لكن الكور لازم يبقى موجود الكور هو أساسي لو حاجة على المستوى الناشنل هي موجود خلاص الالتزام الناشنل موجود فدي دي انتو مش بنحاسب المدرسة علي إحنا بنحاسبكم من أول المدرسة من أول المدرسة نحاسبكم من أول المدرسة عليها شكرا لك بص هو up to you يعني إحنا في بعض البلدان بياخدوا بالسكورنج وفي بياخدوا بيش أور نو فإحنا أنا حطيت له سكور عشان لو حابين تاخدوا بالسكور هي المشكلة لو موجود بتاخد الدرجة لو مش موجود بيبقى زيره ما بنديش بالمينس المشكلة السبجيكتف في اللي هي in process هنرديله كام من ثلاثة ما هو كل حد هيقدر إذا تعمل جزء طب هندي نص واحد واحد ونص فدي بتختلف فإحنا حاسين فيها أنا مش هبقى فيها equity شوية دي هتبقى على حسب الكده لكن لو هي يسقر نو زي ما بنعمل في المدن الصحية دي بتبقى كده لكن هو مش عاملينه بالنيجاتف خالص احنا عايزين نبقى positive شكرا اه في حد بس وراء وعدم هون عليكم السلام بطرح بسرول اللق Lilly والآن ما بس عملي كامل بطرحة جيدة للمدارة السبجية أول حالة نحن عندلك المشكلة لأننا مقلبين بجداء بقناة مقلبين بجداء بجداء المقلبين بجداء أول حاجة الزي ما بمحصر القولين عندها ونحيب نحيب مقلب سجيرة يعني أمهما شاء كامل من لا تعمل كامل بطرحة لاحقاً، لتقدم التحدث عن الناس ب و الناس لتحدث على المشاهدات البدء والمثالات، أن تقصف كثيراً pelواجد المعارضة اول حالة أصبعيننا أن نتستقرد نعمل ستغلق بالنصف نتحدث عنه لاحقاً نحن نقول مثلاً للمتبغسين على عزيزين مثلاً الأجادة أو فلوة أو فلوة طبعاً نحن نتحميله هؤلاء كثيراً و هذه أكبر مرطاً تماماً لهم منذ هادئة وهذه الشكلة علينا من دعاءنا نحلة صحية من هذا التوقيت لاتبغلات الولسات معاناً للإقدرات مشاهدنا في السوق نحن تلافكنا بشكل عايزة نصور فيها نحن نقوم بداية دائماً نحن في هذا الطرق نحن بقافية بطولة طورة 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 ترجمة نانسي قنقر بسرعه لكن أدينكم مثلاً 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 مثلاً. يسألوننا على الصغة الصحية هل أدينكم الأطباء مثلاً مثلاً؟ مثلاً تعرفت التصرح؟ فلسأي أو لا؟ تعرفت التصرح؟ كيف أدينكم؟ حسنًا لا، حتى لا أرى ممكنكم بطل الأرضيين عمداً وما هل أكاديني فقط؟ فلخ صراحة كبيرة أجنب بسمه ليس لما أجلت. أنا مثلاً عندي الأهداد معاين صراحة عيدة عنديك مثلاً. فأولنا في المدرسية لا يجب عليهم التصوير في المدرس. فأنتي قمت بعمل معجل. عند طويل عام اوبوزيت في المدرس. كنتي كانت يعادل المدرسة حتى لا يجب عليهم تصيير معي. لا يجب عليهم التكليم للجميع. هل تعليم عن الله الركز للغاية معه؟ أم الركز للغاية بإمكانكم أفضلها مكتبولة. نعمل جاهبة المتغسلين على مدرسة واشتراف جديدة. هم الأوقات التأثيرين عن مجالية ومجاليون تراعيبهم ده. وعلا إنها أعمل معرفة ترويسة ومجاليون. 俺نا تعليم الكونات على الشقة أفضل ما سأتدائها فين عملاً. هيا إنها مجاليون أنت بمجاليون اتدادات مشروutta المدرسة بإمكانكم. في المتحدة لدينا استخدام جميع المتحدة. أحضر كثيرة لدينا أدوان المتحدة. أكتب المتحدة للمتحدة المتحدة في المثال. هذه المتحدة التي تجد مرة أخرى لدينا لأدوان مصرحة. هناك فكرة أدراج إلى بموضوع. حينما أدراج إلى الماضي ليس حتى أكثر علينا الأبحادية ، وكذلك الفئر الثالثين ، فإنهي التي قامت باستمرتها وبنى سعيداً، دعوني لآلطة أكثر من أجل مكاناً لهم مستمر. فإنهي الواضع يصدف أن شعبنا ما متصل فينا Oh, لذا من خلال الليل لا يساعد. فإنهي الموضوع الذي يصدف تحديد أوقوف أو أي حاجة هو نقطة حضراتي حضراتك دلوقتي اللي بنتكلم عليه دلوقتي الفرق بين الصحة المدرسية والمدارس المعززة للصحة حضراتك بتعاني لأن اللي مهتمين بخدمات الصحة المدرسية لكن الصحة مدارس المعززة للصحة بالهيرت بروموشن بالتوعية بكل اللي احنا قلنا عليه لسه مش موجود علشان كده احنا قلنا مهم جدا الالتزام على مستوى إدارة المدرسة وعلى مستوى إدارة الشرق وده طبعا المجلس الأعلى هيدعمه فيه والشراكة بين الصحة والتعليم لما يحصل ده ويبقى إدارة المدرسة موافقة وإن هي تبقى مدرسة معززة للصحة هتبقى ملزمة بكل تنفيذ بكل الحاجات اللي موجودة دي فساعة حديثك مش هتعاني بإن يقولك لا ملكيش وقت أو ملكيش حاجات تاني حاجة احنا مش عاوزين نبقى روتينيين مش عاوزين نقدم طلب ونستنى الرد لا خلاص طالما فيه جرين لايت على مستوى إمارة الشرق وتم اختيار مدرستك لتبقى مدرسة معززة للصحة خلاص تواصلي مع الشركاء تواصلي مع الداعمين الجمعيات الأهلية هتبقى ساعتها في يعني كارت بلانش زي ما بيقولوا ان حضرتك تعملي الأنشطة دي لكن ان احنا نحصرها بس في خدمات صحية وكشفة على حد هي دي خدمات الصحة المدرسية لايك كومبوننت واحد من التمانية لكن لما تبقى فيه التزام على مستوى الإمارة وعلى مستوى المدرسة والإدارتين التعليم والصحة متفاهمين على كده خلاص مش هيبقى فيه اي عواقب ان شاء الله من هذا النوع بل بالعكس هيبقى فيه تيسير وتسهيل للأمور هيبقى الأستاذ وبعدين حضرتك اه هتعقاب عليها اوكي بلولا انا لك تستاني من المدرسة تأثبا نفس المنحة من المدرسة أنا شيئا من المنفس الاجتماعي لأننا بدينا جارس ليس في الجانب الأستاذ من المدرسة وبدأوا الإدارات تحتاج للعنشطة أفضل أو في الجانب من الجانب الأستاذيين بالتأثير من الاخرى أو نفس الآخر يحب على الإزعاجن الحديد من المدرسة في جانب الأستاذ من المنحة للكم العكس ده هيبقى اكتر كمان لما يبقى فيه التزام بتطبيق المدارس المعززة للصحة معروفة المدرسة دي ودي ودي هتلاقوا فيه دعم اكتر كتير من الاول انا اتمنى ان يكون المعيير مش شخصة او ريالة ان يكون معيير ماشيسا او ريالة ان نتوقف فيه ان يقوم بعمل تلات سبار يعني بصلا المعيير الفرعية دي انا انا انتظر فيه تمام المدرسة تقل لك احضر موجودة من المدرسة انه هو نحن خطي بعض التشفيع عشان كده ادراج اولياء والامور مهمة جدا وحطناها في المعايير هو مش عالق وميد الصح انه دي يجي نجراسة حتى عقاح فعنا اتمنى ان اضافة من الاشياء الاساسية هي تكون دور القصرة او دور البيت في اشتراع او شيء اساسي دور البيت شيء اساسي موجود حتى الادراج اولياء الامور في التصخيف الصحي لو في حتى قلنا لو في اكلات وصفات صحية عادينا اساسيات في الاساسيات اوكي اكيد اكيد بابا اكل واحد دين ترات اربعة لكن في البيت وما اخرج في البيت قادر اكل كل شيء فمعنى ذلك البيت والمنطق موجود اصطرق لكن مدرسة لا لكن لو شيء اساسي من قدرتكو للمدرسة ان ننضم ان تضع قروف على الشيء اساسي ان بيرانس يكون مشتركين لبعض التدبيبات الاساسية كمان ممتاز 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 نحن ندارس سبيل. في فترة القرونة، في البدنة، في البدنة، شخصان عائل، نزلت الأدارس كتنبير، ونظروا عنهم بحالي بسي. هل تبديد السحي على الحالات الإجرامية، وكيف حالات التعودات؟ كانت الأوضاع الموجودة، كانت غير جداً. كانت أدارس كتنبير، كانت أدارس كتنبير. ثاني شيء كانت في أيضاً سابقة خدية، كتنبير، كتنبير، لگة طاعة الم einemkler… لكن الطاعة لأمورها. كانت الطاعة بشكل مآектор، سواء الشخصية وقال في كوم مكان وصف ocasional سيهتم تلك المتلك وقت الحصل من معرضها، ستجعل cro Очень الكوشم Tracellпонك الصحيح، عادة طراقية قالت هل ليسية زيادة الطاعة؟ وelling بشكل صحيح. كانت المتلك حول المتلك القناة، واسط وغدير ومويلح المدارس هتطبق وهتاخد بعد كده انها مدرسة معززة للصحة وهتاخد تكريم ويتحط يفطع عليها هتلاقوا كل المدارس بتجري عايزة تبقى مدرس معززة للصحة لان ده يعني الاهالي نفسهم هيبقوا فرحانين يولادهم في المدرسة دي والاقبال على المدرسة دي هيزيد فيبقى تكريم معناوي كمان للمدرسة ده هيخلي فيه تنافس كمان شكرا 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 ألف شكر دكتورة إيمان وألف شكر لكم وكلكم للمجلس الأعلى ولوزارة الصحة وإن شاء الله إحنا معاكم على طول ما تقلقوش بإذن الله شكرا